اهلا بكل مشاهدي القناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر اهلا بك يا فارس اهلا بك يا احمد واهلا بكل مشاهدينا وان شاء الله تكون حلقة على قدر توقعكم باذن الله حلقة بعنوان ارفع راسك فوق انت اهلاوي من عام 1984 وتحديدا مباراة محمد رشوان مع بطل العالم في الجودو البطل الياباني ما شفناش ابدا الضوء بيتم القاؤه على الوصيف او صاحب المركز التاني طبعا قصة محمد رشوان معروفة رفض استغلال الاصابة اللي عند بطل العالم في المباراة النهائية وخد المدالية الفضية وقال ان اخلاقي بتمنعني وتم تكريمه اخلاقيا على مستوى العالم حتى في اليابان يتذكره جيدا محمد رشوان فاصبح محمد رشوان هو البطل الحقيقي برغم انه المدالية الفضية برغم انه المركز التاني باستثناء محمد رشوان لا يوجد احد يلقى عليه الضوء وهو في المركز التاني سوى النادي الاهلي دائما الاهلي هو الحدث الاهلي حق البطولة او الاهلي فقد البطولة مع كامل احترامنا للجميع ولكن هو ده تاريخ النادي الاهلي ارجعوا لمنشتات الصحف ارجعوا لكل البرامج دائما النادي الاهلي هو الحدث سواء كان فائزا او كان خاسرا العالم كله او القرى المصرية او جماهير القرى المصرية بتتابع مباراة هيتم فيها تتويج بطل الدوري العام المسابقة المحلية الاقوى اللي بتبرز البطل فعلى قناة موجود منافس بيلاعب فريق الانتاج وعلى قناة اخرى النادي الاهلي بيلاعب فريق الجونة ويوم الاحتفال بالدوري سيبك بقى من فكرة انك تروح اي كافتيريا او اللي انا شفتهم وانا في السويس تقريبا يعني ان كانوا مشغالين ماتش النادي الاهلي برغم ان ماتش النادي الاهلي اهمته بالتأكيد كانت اقل من حيث تحقيق البطولة ولكن لقطة الكابتن محمود الخطيب تحديدا بعد المباراة مع الفريق صاحب المركز التاني في الدوري كانت هي عنوان اليوم كانت هي عنوان ختام البطولة عشان كده بقولكم الاهلي هو صانع الحدث عشان كده الكابتن محمود الخطيب كان صادق جدا وهو بيقول اللي عبته ارفع راسك فوق انت اهلاوي كلام بيردده جماهير لكن لما يكون رئيس النادي لاعب كورة اسطورة فهو اكتر حد يكون عارف معنى الكلام اللي بتردده الجماهير فكانت الرسالة ارفع راسك فوق انت اهلاوي انت في النادي الاهلي يبقى لازم ترفع راسك فوق وهو اعتقل من جماهير النادي الاهلي ليه؟ لان جماهير النادي الاهلي وعية وشايفة ومقدرة كانت رسالة مفهومة تماما وعية وشايفة ومقدرة وان فيه وقت للحساب وان النادي الاهلي ما بيسبش حقه وفاكرين دوري 2018 2019 كان النادي الاهلي صاحب قضية عدلة خدنا الدوري وقتها بس ما سبناش حقنا وخدنا حكم من المحكمة بان فيه غرام على اتحاد الكرة للاضرار التي لحقت بالنادي الاهلي جملة رددها الكابتن محمود الخطيب لما قال الاهلي مش هيسيب حقه وكل اللي حصل خارج نطاق الملعب واضح لينا وواضح لجماهيرنا حتى مع ذلك لازم تاخد بالك بقى انت كلاعب ان انت كان لازم تدوس شوية كان لازم تدوس اكتر من كده كان عندنا اننا نقدر بعض المرات نكسبها لو ضغطنا على نفسنا ولكن ايا دي كرة القدم في النهاية النادي الاهلي لم يحقق اللقب لكن النادي الاهلي صنع الحدث بنزول الكابتن محمود الخطيب ارض الملعب وغير النادي الاهلي مش هتلاقي غير محمد رشوان البطل اللي كان مركز وصيف لكنه خطف انتباه العالم كله ليه ده بيحصل هقولك انا ليه ده بيحصل ده بيحصل لان الطبيعي في اي مكان في العالم انك تقول النادي الفلاني فاز باللقب الا في الدوري المصري الدوري المصري بيكون العنوان النادي الاهلي خسر اللقب هو ده العنوان لان الدوري ده لحكاية اسمها حكاية الدوري الاهلي المصري ايوة زي ما انت سامع حكاية الدوري الاهلي المصري القعدة طول الوقت ان النادي الاهلي هو البطل الاستثناء النادر ان النادي الاهلي ما يكونش البطل المسابقة دي بدأت موسم 48-49 والحد موسم 61-62 خلال الفترة دي اتلعب 12 موسم النادي الاهلي فاسب كان فاسب 11 موسم ونادي الزمالك توج ببطولة واحدة يعني سنة 62 كان النادي الاهلي عنده 11 لقب النادي الاهلي في الدوري ده حقق اللقب ليه؟ 9 مرات متتالية والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من موسم 49 النادي الأهلي حقق 42 لقب الزمالك 13 لقب الإسماعيل لتلات ألقاب الترسانة والمؤولين والمحلة والأولمبي كل واحد لقب يبقى عندك 42 لقب للنادي الأهلي و20 لقب لكل الأندية نادي الزمالك محتاج نادي الزمالك اللي ما خادش اللقب أكتر من سنتين متتاليتين محتاج 29 موسم متتالي حقق فيهم اللقب عشان يوصل لعدد ألقاب النادي الأهلي هي دي الحكاية عشان كده كل الأنظار راحت للنادي الأهلي اللي خسر اللقب أكتر من فكرة أي حد كسب اللقب كابتن محمود الخطيب نزوله كان رسالة كابتن محمود الخطيب بلغة الأرقام أيضا الفيديو اللي تصور ليه مع اللاعبين وصلت مشاهداته لما يقرب من 9 مليون مشاهدة أكتر من أي فيديو على أي منصة وزيع لحامل اللقب أنت عارف يعني إيه في لغة الإعلام والصحافة والميديا أن يكون التركيز على لقطة تخص خاسر اللقب أعلى من كل لقطات التتويج باللقب أيوة أنت في حضرة النادي الأهلي وفي حضرة الأسطورة كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب إدى درس درس الناس كتير قوي محتاجة تقف عنده يعني إيه قائد؟ أي حد قرأ تاريخ عارف أن القائد دوره بيكون أبرز لحظة الخصارة أكتر من لحظة الهزيئة أكتر من لحظة الإنصار لحظة الإنصار سهل جدا تلاقي كل الناس موجودة إنما لحظة الخصارة القائد بيكون موجود بيشد على أزر اللاعبين وبيقول لهم إن إحنا هنكمل الجمهور مستني من نقو أكتر كان فيه مفارقة بالنسبالي وقفت عندها اللحظة اللي كابتن محمود الخطيب بيكلم فيها اللاعبين عن الجمهور وعن دورهم وعن مستنيين منهم إيه كان في خلفية المشهد وكأنه مخرج سينمائي بارع بيقول الجمهور على الحلوة والمرة معاه جمهوره دا حماه قبل ما يقول عمري محب غير الأهلي كابتن محمود الخطيب سمع الكلام وهو بيتردد في المدرج وقال لهم سمعين الجمهور بيقول لكم إيه وكأنها مترتبة مع إن هي ما كانتش مترتبة إنما دي منظومة النادي الأهلي اللي كل واحد فيها بيكمل التاني نفتكر في 2019 بعد الهزيمة من ساندونز إحنا قلنا إن اللحظة دي هتغير مصاري الكرة الأفريقية وتعيد النادي الأهلي أشرص وقالها عصام الشوالي إن الجميع في أفريقيا إلى يوم يبعثون دفع تمن اللحظة دي وأنا بقول لكم إن خسارة النادي الأهلي للدور السنادي الجميع رياضيا سوف يدفع سمنها بأن النادي الأهلي لن يترك حتى الفتات من البطولات للمنافسين الأهلي عظيم وهو في حكاية ستستمر اسمها حكاية الأهلي في الدور المصري حكاية الأهلي في الدور المصري وحكاية النادي الأهلي عبر بطولاته كانت الجملة الأهم من الكابتن محمود الخطيب إن خسارة الدور هي انطلاقة لكل البطولات القدمة مفيش في كرة القدم إننا هنكتسح كل البطولات لكن في تاريخ النادي الأهلي مفيش في عقلية أي مشجع أهلاوي أو حتى منتمي للنادي الأهلي غير إنه يلعب على إنه يكتسح كل البطولات فكانت رسالة الكابتن حمود الخطيب الخسارة هي الانطلاقة والجماهير اللي هي فرحاتكم محتاجة إنكم تفرحوها مرة تانية لأنها تستحق وإن أنتم كمان كلعبين تستحقكم وشاء عظيم جدا برغم إننا احنا استعرضنا خلال مشوار النادي الأهلي الأفريقي إزاي كان مجلس الإدارة وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب دعمين للعبين دول وإزاي كانت البعثات الخارجية بيكون في تقارب وفي اهتمام من رئيس النادي الأهلي شخصيا في كل البعثات ومع ذلك الكابتن محمود الخطيب يقول لهم إحنا أسرنا في حقكم رئيس النادي بيكلم لعبيه بيقول إحنا أسرنا في حقكم ليه؟ لأنكم تستحقوا التكريم ووعى تنسى إن انت بطل أفريقيا مرتين على التوالي ودي ما تحصلش كتير بالفعل حصلت مع النادي الأهلي ثلاث مرات ووعى تنسى إن انت بطل السوبر ووعى تنسى إن انت صاحب برونزية كأس العالم الأندية المدالية الثانية بعد الجيل العظيم جيلة بطريقة وبركات وعصام الحضري وفلافيو ومتعب مش عيزان سحد ووقع الجمعة طبعا مع احتفاظنا طبعا للجميع بالألقاب دي كانت رسالة الكابتن محمود الخطيب وده كان ختام المشهد اللي المفترض كان يتوج من وجهة نظرنا بالنادي الأهلي بطل الدوري المصري ولكن الكابتن محمود الخطيب كان عارف إن فيه جزء علينا كان المفترض إنه نقوم بيه بشكل كويس وجزء خارجيا المفترض إنه يتم الحساب عليه لأن الأهلي مش بيسيب حقه الجزء اللي كان علينا هو الجزء اللي أوضحه بيتسو موسيماني لما قال أنا تعلمت ودايما أنا بتعود إن أنا أدفع في مقابل التعليم بعد ما خلصت مبارات الأهلي وأسوان كان المؤتمر الصحفي تقريبا بيتسو موسيماني بيتكلم عن الكلام اللي قلناه هنا ورجعوا حلقاتنا كويس جدا لما قلنا بيتسو موسيماني جاي من باج جراوند دوري جنوب أفريقي تعادل تسع مرات اتهزم خمس مرات لكنه في النهاية ما كانش أقوى هجوم ولا أقوى فعلا لكنه في النهاية كان بطل الدوري جنوب أفريقي مع الدوري المصري قلنا الوضع مختلف جدا أدغال أفريقيا ولكن لم يتفهم بعد الدوري المصري ده الكلام قلناه هنا في الأهلي خطة أحمر فبيتسو موسيماني قاله في المؤتمر الصحفي عشان يؤكد إن احنا دايما صادقين معاكم بنحاول نوصل لأدق أدق تفاصيل كرة القدم وربنا بيوفقنا دايما بفضل الله نطلع نشوف فيديو بيتسو موسيماني وبيتكلم عن الدوري المصري بس هو سؤال بس وكان محمد بيسأل بيقولوا أنت عملت موسم كبير في خلال عشر شهور أقل من سنة حققات ألقاب كتغيبة عن نادي الأهلي زي الكاس السوبر وزي الكاس مصر وزي أفريقيا وزي موديلة برونزية الكاس العالم الأندية إيه رسالتك لنادي الأهلي جميع نادي الأهلي دائما في ظهرك ودائما ما تدعمك وفي أعمية ملحمة زي حد تعليم حياتك قدمية ملحمة في حب النادي وفي حب اللعيبين والفريق والجهاز فبيرد بيقول أنا تعلمت دفعت مصاييف الدراسية بمعنى أن تعلمت دفعت ما التعليم يعني وصلت سازج ملص وكنت شعائف إيه اللي بيحصل وكنت شعائم إيه الدوري الدوري المصري وكنت شعائم ثقافة لعبين بتوعي حتى الجزء الديني وكنت شعائم تعليم الدين ها كتيرا مكنت شعائمها لما جيت جيت بس للكرة القدم بس رعيفت الموضوع أكدت الموضوع أكبر من كرة قدم طبعا أنا اتكبت أخطاق كدير اتكبت أخطاق بس اتكبت أخطاق عن جهالة يعني مكنت شعائم زي الطفل الصغير اللي عنده سيئتين لما تب يقعد الشارع هو مش عارف ما عندوش معرفة لسه وكنت شعائم زي الطفل الصغير اللي عنده سيئتين هو في حد حط على التواصل الاجتماعي هو شف نفسه في الست صور زي هو بيرفع الكووس والله أفاكر أفاهم إيه فاطت نادي الأهلي فعلا وده روح شخصية نادي الأهلي وروح نادي الأهلي روح نادي الأهلي نبتكسب كل حاجة ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسة جميل جدا أن كل مدير فني تقريبا بيجي نادي الأهلي بيحق نجاحات بيتحمل جزء أيضا من الإخفاقات ما بيهربش من المسؤولية بيت سمسماني بيقول أنا تعلمت الدرس أنا كنت جاي مش عارف يعني إيه الدور المصري مش عارف اللغة مش عارف الديانة مش عارف حاجات كتير غير أن أنا عارف النادي الأهلي وبالنسبة لأفراقيا أنا عارف كويس أموري في أفراقيا لكن بالنسبة للدور المصري أنا الموسم ده كان موسم لتعليم التعلم إزاي أقود النادي الأهلي في الموسم القادم والمواسم القادمة ووعد إنه هو هيحق نتاج أفضل الأهم من كل ده إنه برضو ما نساش إنه يقول أنا ليه دور في الإنجازات ودور مهم جدا واتحطيت بست لقطات يمكن الدوري المصري كان ينتهى مع رينيه فيلر ولكن هو اللي ختم الدوري لكن اتحطت في لقطة كأس مصر دوري أبطال أفريقيا مرتين سوبر أفريقي برونزية كأس العام الأندية ومع ذلك حاسس إنه هو مقصر في الجانب ما يخص الدوري المصري ليه؟ لأن هي دي طبيعة وعقلية المدير الفني اللي يقدر ينجح مع النادي الأهلي أنت بتلعب في كل البطلات على أنك تكون رقم واحد لأن تاريخك بيقول أن أنت ما ينفعش تكون للرقم واحد بس يا وسامة في حتة لازم نتكلم فيها مش بنتكلم إنه إحنا قلنا والله مش دي القصة بس كتير جدا كنا بنقابل ناس أنا ناس كتيرة جدا اتناقشت معايا بعد الحلقة أن أكيد ما فيش حاجة اسمها مسماني في أفريقيا غير الدوري وأن ده تدريب وده تدريب كان ردي لأ في حاجة اسمها فلان عنده النهاء وبتاعة الحاجة دي وده اللي كان عنده مسماني مسماني بخبراته الأفريقية كان عارف كويس قوي كأنه خبير بدروب الكرة الأفريقية وفعلا تحللنا لأنه عنده ثقافة مختلفة في الدور المصري وخصوصا دوري جنوب أفريقيا وشرحنا أسامة بالنقاط إيه اللي حصل والجاب اللي ما بين هنا وهنا هو ده اللي مسماني تقريبا بيتكلم فيه هو ده اللي مسماني جا وقف عنده أن سيكولوجية أو طبيعة الدور المصري مختلفة وكويس قوي أن يكون فيه مدرب بقولها بتعلم بس أنا عايز أوقف عنده جملة مسماني قالها بصراحة لفتت نظري جدا وهي فكرة أن أنا حققت خمس بطولات من ستة بس ده مش كفاية أنا لازم أحقق كل حاجة أنا بحب المدرب اللي بالعقلية دي أنا بميل للمدرب اللي بالعقلية دي على طريق البيتسو مسماني فيه كتير مدربين كان يقولك كرة القدم طبيعتها أن أنت بتحققش كل حاجة أنا في رأيي دي عقلية مختلفة تماما عن جماهير النادي الآلي حتى لو الأصل بتاع الأمور أنك طبيعي تخسر بطولات نخسر كشيء استثنائي بس أنا ما بقاش مستعد للخسارة والفرق في الجملة دي كبير مسماني ما كانش ده بس كلامه في المؤتمر الصحفي وقف كمان عند مشاكل فنية دقيقة وصارح بها الإعلام تعالوا نسمع مسماني عليه حتى لو كنت مغالق لتساوش المرk reach وقف كما نشاهدون به حتى لو كنت مغالق لدينا سترون نظر كما تؤثر من بالترجم والفرق في العام نقص بمشاهدون معي لأنه مرة المزيد من نوع فنية ويساوش مرتفع لتأتي وما هي استثنى كانت متعبال بشكل مختلف من الأحيان ومن قد يمكن أن تكون لكم I'm an open coach and I'm an honest coach. I don't run. I don't hide. When there is a problem, I look at myself in the leader and I question myself is there a problem? وبسأل نفسي أترى فيه مشكلة ولا أبقى واضحة نشتبه وزي بحكي قلت حكاية دخل فيها 29 جون السنة دي آه دي فيه مشكلة فعلا لكن بصت الأهداف اللي دخلت فينا استقبلناها معظمها في الشوت التاني آخر دقيقتين آخر دقيقة آخر دقيقة آخر دقيقة مباراة آخر خمس دقيقة عشر دقيقة مباراة بسؤال بسأله النفسي أنا ممكن حكي تساعدني كمان بسأل نفسي حيكسبه ويكمل وحيي عندما يدخل فيه أهداف بيستعبل أهداف في آخر دقيقة في مباراة في نهاية المواش السؤال فقدت تركيزك لما فقدت تركيزها مرهقين ولا بتهاجم بعشواء يعني بدون اهتمام بالدفاع أنا دوري مرجع بلدي في الأربعة تيام اللي جايين حبص وحبق أمين مع نفسي مسماني في آخر مباراة في الدوري المصري بيشتغل للموسم اللي جاي هو ده مدرب النادي الأهلي اللي قال أنا لازم أكون أمين واتكلم إن فيه مشكلة احنا برضو تكلمنا فيها هنا وهو استقبالي 29 هدف وكمان واقف على نقطة مهمة جدا إن جزء كبير من الأهداف جاه في الدقيقة الأخيرة احنا تكلمنا إن فيه عشر أهداف جون في آخر ربع ساعة في النادي الأهلي مهم جدا كمان إن مسماني اتكلم في إن هو محتاج يفهم أسباب إيه ده هل انت بتندفع وعلى فكرة أنا رأيي إن جزء كبير جدا إن انت ما بتحسمش المباراة في الشوت الأول فاندفاعك في الشوت التاني بيساهم خصوصا في الربع اللي هي الساعة الأخيرة هي الأكتر تسجيلا والأكتر استقبالا فهو ده المعيار كله مسماني قال أنا لازم حدرس إيه ده عشان أعرف السبب وأنا بقول لكم إن مسماني في تحدي الموسم القادم وأنا بحب المدرب اللي يكون بيتكلم في فلسفته وأفكاره والعيوب والإيجابيات وتبدأ أنت كمشجع أو إعلامي أو أي حد في الميديا بشكل عام أو وسائل التواصل يبدأ يحلل ويقيب هل الموسم الجاي حنشوف دفاع النادي الآلي مختلف؟ أنا تمنى إن إن شاء الله مسماني يكون حط إيده بشكل كبير جدا على نقاط الضعف اللي كانت عند النادي الآلي وهو قادر زي ما وصل لفلسفة مميزة جدا في أفريقيا كمدرب إن في الدورة المصري ما يحتاجش أكتر من موسم عشان يفهم طباعه جميل في تصرحات بيت سم سماني إنه بتكلم شغل أنا رحت جنوب أفريقيا ثلاث أيام كانت أكبر أجازة ليا الأجازة اللي هو رايحها دي هتبقى أربع أيام وبيتكلم في وقت الأجازة دي أنا هدرس وشوف وكون أمين مع نفسي الأخطاء اللي قدت إن أنا أستقبل 29 هدف للأمانة 29 هدف ده أسوأ رقم حصل في تاريخ النادي الأهلي كاستقبال أهداف من سنة 1948 من بداية الدورة ما حصلش الكصة دي خالص وأنا بالنسبالي مش شايف إن الأمر بيرجع لأفراد قد ما بيرجع لفكرة منظومة يعني ده دور بيتسو مسماني رقم واحد لأن المفترض إن منظومتك الدفاعية بتبدأ من المهاجم وبالتالي فكرة إن قلنا كل فريق بيهاجم النادي الأهلي بيسجل دي فيها خطورة كبيرة جداً ولازم نعالج ده خاصة إن احنا كنا قادرين نعمل ده وإحنا بنلعب دوري أبطال أفريقيا وقلنا إننا لعبنا نهائي ودور قابل نهائي ثلاث مباريات مع التراجي وكايزر تشيفز ما دخلش مرموانة أو ما استقبلناش أي هدف وده كان شيء إيجابي جداً نتمنى الشيء الإيجابي ده يتحقق على أرض الواقع في الدوري المصري خاصة إن بيتسو مسماني كان في اللقاء بعد الآلي والمصري قال لو أنا دخل مرموانة هدفين فأنا سجلت أربعة بالمناسبة دي كانت فلسفة فيتس سنة 89 لما كان يلعب بطريقة جديدة على القرى المصرية طبعاً المدرب الشهير وبدأ يستقبل النادي الأهلي بعض الأهداف فكان برضو بيسجل أهداف فكان دي فلسفته مش مهم يجي فيها هدف اتنين هسجل وهو عندي القدرة نهسجل تلاتة واربعة في النهاية يهمنا الوعد أو القسم اللي أقسمه بيتسو مسماني على نفسه إنه أقسم إن الموسم الجاي مع النادي الأهلي هيقدم أداء أفضل وهيقدم نتائج أفضل من اللي تقدمت مع النادي الأهلي فتخيل وإنت بتحقق تقريباً كل بطولة الموسم باستثناء بطولة الدوري بفرق أربع نقاط كمان بيقسم إن الموسم الجاي هيكون أفضل وهو هنا حط على نفسه مسئولية كبيرة جداً وبإذن الله قادر إنه هو ينفذ القسم بتاعه لأن في منظومة النادي الأهلي بيتوفر لك كل صبل النجاح دي كانت نقطة بيتسو مسماني والحديث عن مبراط الأهلي وأسوان بالمناسبة ولا نخليها في فقرة الفرروم الحديث عن مبراط الأهلي وأسوان لكن عندنا خبر إن الكابتن محمود الخطيب فوض الكابتن سيد عبد حفيز لحضور اجتماع الأندية مع اتحاد كرة القدم في التشاور حول الموسم الجديد طبعاً في اقتراحات كتير بتتكلم عن شكل الموسم ما يكون إزاي مجموعتين لا مجموعة واحدة ودور واحد بس اللي يتلعب لأن عندنا التزامات كبيرة جداً سواء على مستوى الأندية أو حتى على مستوى المنتخب لكن أنا وجهة نظري أتمنى يكون الأهم هو تغيير المادة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم متعلقة بالتحكيم الأجنبي نادي الأهلي طالب بتحكيم أجنبي ولكن في النهاية بيقول إذا وافق اتحاد الكرة كلمة إذا وافق اتحاد الكرة دي نتمنى بس اتحاد الكرة يعدلها وتطرح الأمر لكل الأندية وتمنحهم حقهم طالما في ليحة بتقول قبل 15 يوم تقدر تحط المبلغ المتابع أو الجاهز أن أنت تستقدم به حكام أجانب لكن تقول لي حط المبلغ وقبله 15 يوم وأنا وافق ولا لا دي أعتقد أن أنت بتمنحني حق ثم بتسلبه مني بنفس المادة وده شيء صعب جداً ولكن كل التوفيق للأندية كلها أنها تطلع بشكل مع اتحاد الكرة وحل لمسم قادمة فارس أعتقد هيكون مليء بالأحداث بص هو أنا عايز أقول لك حاجة موضوع التحكيم الأجنبي ده أنا عندي وجهة نظر فيه آه إحنا تكلمنا أن النادي الأهل السندي لو خاد حق وبعيداً عن المنافس استفاد بكام نقطة كنت أنت حتكون برضو بطل الدوري بس أنا ما بحبش فكرة علاج قصور ما بأن هو يجبرك أنك تفكر من نفس المنظور بمعنى أنا عندي المنافس استفاد بنقاط حتى لو أنا كان عندي تحكيم أجنبي أنا كده حققت العدالة في جانب واحد أن أنا جبت الحكام الأجانب لمباراتي والمنافس يلعب زي ما هو عايز أو تستمر الأخطاء فأنا عايز أحط قاعدة لا أنا ما عنديش مشكلة لازم يكون فيه طرح قوي لتقييم تجربة رئيس لجنة الحكام السندي واتحاد الكورة ونعرف إيه المشكلة وما فيش عندي مشكلة بما أن الأندية المسابقة دي فيه رعاة وفيه استثمار وهي اقتصاد زي ما أي حد عارف لا لو رئيس لجنة الحكام بالوضع المزري اللي شفنا تحكميا ده أنا بشوف رئيس لجنة حكام أجنبي دي وجهة نظري أو خبرات ضفلنا أو أغير ده نقطة مهمة رقم اتنين يا أسامة جودة التصوير أنا عندي مشكلة معاه كبير جدا مش على مستوى كمان رفاهية استمتاع بالمباراة على مستوى أن كمان جودة التصوير سهمت أن في أوقات كتير جدا ما نقدرش نشوف العطاط كان جودة التصوير ممكن تختلف في القرار فيها كمان ده شيء مهم كابتن سيد عبدالحفيز كانتكلم في نقطة مهمة قال إحنا مش هنتضغط بالشكل ده تاني ومش هنقبل أن إحنا نيجي على نفسنا تاني أنا ما عنديش مشكلة في فكرة الوين وين سيتيواشن أنا بتعامل مع اتحاد الكرة إن أنا عندي ضغط مباريات فنتيجته أنا ده حاجة عادلة جدا ممكن أتضغط الفترة دي بس بفترة بعد كده أنا يكون عندي عدد معين من الراحة لإني خلصت عدد معين من المباريات إنما ما فيش حاجة اسمها أنا حلعب مبارياتين بدون الدوليين ولاقي نفسي بلعبهم ثلاثة ولاقي التالتة لحد ما اللعبها رجعوا من توكيو طبيعي ما تقدرش بعد رحلة واختلاف الساعة بيجراء الباليولوجية تدفع بيهم فلاقي نفسي دخلت في أربع مباريات هنا فيه خلل حاجات كتير جدا لازم تتناقش ولازم يكون فيه موقف واضح وصريح لأننا الأهم عندي من إن أنا أكون شفت الموسم اللي فات الأخطاء أهم عندي إنها ما تتكررش الموسم اللي جاي على نفس طريق البيتسو موسماني إن إحنا نعرف كلنا العيوب فين ونعالجها كمان اللوائح الخاصة بمشاركة لعيب زي سيف فاروق جعفر اللوائح الخاصة بعقوبات تأدبية اللاعبين كل ده لازم كشف حساب الاتحاد الكرة لأنه هو أكتر طرف السنة دي مفترض يتحاسب بالتأكيد بس أنا أعتقد إن ده مش هيكون في الاجتماع لأن الاجتماع لبحث شكل الموسم الجديد لكن مهم جدا كمان أنا بالنسبة لي ممكن أكون مختلف مع فارس في نقطة إن نطبق العدالة التحكمية على الجميع أنا عن نفسي كان أحمد أسامة وجهة نظري لا أنا عايز أنا العدالة التحكمية تكون في برات النادي الأهلي بغض النظر عن فكرة المنافس لأن أنا بشوف من وجهة نظري والواقع والأرقام والنقطة اللي احنا افتقدناها بتحكيم مصري لو فيه تحكيم أجنبي للنادي الأهلي والنادي الأهلي سعى للتحكيم الأجنبي كان هياخد الدوري حتى لو حصل أخطاء لصالح المنافس لكن في النهاية بالتأكيد لازم كشف حساب للجميع طبعا قلنا الكابت المحمود الخطيب قال النادي الأهلي ما بيسيبش حقه وفكرة ما بيسيبش حقه دي مش فقط لغير مرتبطة بفكرة حد أخطأ في حقك فأنت لازم تسترد حقك ده بديهيات بالنسبة لي لكن كمان في نقطة مهمة جدا هو الجانب اللي خصنا أنا فيه دوري كنت أحق به كان فيه جزء عندي تقصير وجزء أعوام الخارجية طب أنا عشان ما سيبش حقي لازم أقوي التقصير اللي عندي أو أوجه الكسور اللي عندي وده حصل بموسم من وجهة نظري بيديك انطباع عن عقلية النادي الأهلي فريق مسيطر على قارة أفراقيا بطل البطولة مرتين على التوالي في 8 شهور وقبل ما يتم حسم الدوري وقبل ما يكون فيه شكل واضح لمين بطل مسابقة الدوري كان النادي الأهلي بيخلص شغله بدري بدري كان النادي الأهلي عارفه وعايز إيه وبينهي صفقات وكان كل القصة هي إرجاء تأجيل أو تأجيل إعلان الصفقات دي لغاية نهاية الموسم يعني كريم فؤاد مكسوني بيرستاو كانوا التلاتة معروفين للجميع من شهر تقريبا والإعلان بدأت دولهم وده بيقولك ان النادي الأهلي شغال بغض النظر عن انه بطل الدوري أو مش بطل الدوري شغال وهو بطل أفريقيا على انه يدعم صفقات يدعم الفرقة عشان يظل مستمر في زعامة كرة أفريقيا وهي دي عقلية النادي الأهلي وعقلية من يدرون النادي الأهلي ولو عايز تنجح في النادي الأهلي لازم تكون بالعقلية دي فطبعا كان عندنا صفقات أولهم كريم فؤاد ممكن نستعرض فيديو تقديم كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي الجديد اشتركوا في القناة مبدئيا حاب أشيد بشغل المركز الإعلامي في خلال إعلان الصفقات بصراحة تقديم عالمي مجهود يعني خرافي شفنا تقريبا كل ساعتين كان بيتم الإعلان عن صفقة فحاب أشيد بكل العاملين في المركز الإعلامي من أكبر مدير المركز الإعلامي الأصغر عامل في المركز الإعلامي في النادي الأهلي بالفعل قدموا يوم خميس يوم تاريخي خطفوا كل الأضواء كل المواقع كانت بيتكلم عن طريقة التقديم وعن صفقات النادي الأهلي اللي كل ساعتين كان بيظهر حد منهم طبعا بدأناهم بكريم فؤاد كل صفقة بتيجي النادي الأهلي بالتأكيد شايف أنها عندها عوامل النجاح فكرة النجاح من عدمه التجربة والملعب هو الفيصل في الموضوع أنا شخصيا مش بتحمس بشكل كبير جدا لأي صفقة آيان كانت إلا ما شوفه على أرض الملعب وقاله هو جدير بتشيرتي نادي الأهلي ولا لا ولكن الصفقات اللي أهلي تعقد معها هي صفقات مؤشرات النجاح عندها من وجهة نظري عالية جدا جدا مستوى سامة ساعات يكون عندك منتج جيد ولكن أنت ما بتكونش على نفس الجودة بتقديم المنتج الجيد ده بالشكل اللائق ده مختلف تماما في النادي الأهلي أنا شفت منظومة محترفة في جاب ما بينها أنا آسف أني بقول كده جاب ما بينها وما بين أندية كتير جدا جدا حتى في الشرق الأوسط إزاي أنت تقدر تصنع الحدث إزاي التسلسل التدريجي على طريقة السيناريو إزاي تقدر تخلق حالة إزاي تقدر تجمع الناس إزاي تقدر تخلي ده الترند الكامل وهو صفقات النادي الأهلي وده شيء مهم جدا ده اللي حصل على مدار اليوم ومش بس خلال اليوم خلال الفترة كلها اللي فاتت إحنا شفنا إزاي النادي الأهلي اشتغل بمنظومته الإعلامية بالكامل بالتواصل مع قناة النادي الأهلي وصفحات النادي الأهلي فعلا كان فيه شيء محترف ومحترم ومهني جدا بس كمان حابب أقول إن كريم فؤاد لاعب نتوسم فيه خير وكريم فؤاد مش من دلوقتي ودي الحتة اللي أسامة قالها لكم وهممني جدا إن إحنا نأكد على ده إن يا جماعة النادي الأهلي مش رد فعلي لإن بشوف إن الناس بتتكلم يا أسامة فكرة رب دارة النفع إن إحنا خسرنا الدوري فعملنا صفحات بالضبط زي ما أسامة قال لكم دي يا جماعة مش عقلية النادي الأهلي إحنا شوفنا في 2005 وفي 2006 أنت كنت بتبقى بطل بفارق عدد نقاط غير طبيعي مع المنافس وكنت بتدعم نفسك بتدعمات قوية جدا لأن أنت بصوا أنا عايز أقول لكم قاعدة النادي الأهلي بينفس نفسه أي حد أي حد شايف الصورة غير كده وشايفها مغلوطة النادي الأهلي بينفس نفسه وده اللي بيعمله النادي الأهلي بينفس أرقامه وبينفس تاريخه بعد كريم فؤاد كان عندنا صفقة تانية وهي المزنبيقي لويس ميكي سوني لاعب أعتقد أن احنا حنشوف منه كتير ولكن محتاجين نشوف الفيديو اللي تقدم به اللاعب ونرجع نكلمكم عنه شوية اشتركوا في القناة النصر القادم لنصر إفريقيا أنا حاب أقول أن اللاعب ده أنا بتوسم فيه خير مش على مستوى كمان الإمكانيات أولا موسيماني اختيار مهم جدا لأنه هو عارف اللاعب كويس ده رقم واحد رقم اتنين أنت بتدور على الحاجة اللي فيها مشكلة عندك أنا بقول أن النادي الأهلي كان بينقصه في حتة الأجنحة عدد المراوغات أو الاختراقات أو القدرة على مواقف واحد ضد واحد أو فك التكتلات الدفاعية ضد الفرق اللي بتلعب زون ديفيندينج فأنت جبت لاعب هو بيتميز بدا أنا عايز أقول أنه هو كمان ليه رقم مهم جدا في دور المجموعات هو سام في خمس أهداف سجل في الثلاث فرق فيتا والمريخ والنادي الأهلي وصنع ضد فيتا والمريخ وسجل تسع أهداف في الدوري مع سنبا وهو لاعب واعد موهبة واعدة إن شاء الله موسماني لو قدر يوظفه ها يستفيد منه كتير هو جناح أيمن والنادي الأهلي كان محتاج يكون عنده دعم نوعي في الحتة دي بالتأكيد بيتسو موسماني بيعيد تاني مرة أخرى الفرصة لنفسه والفرصة لمكسوني طبعا الناس اختلفت على الاسم لكن أنا سمعتها مكسوني وفيه ناس قالت هنقوله لويس ميكي ونختصر الموضوع لكن شفت معلق انجليزي قال مكسوني في النهاية آيا كان اسمه المهم أداءه داخل الملعب ووضح جدا إن هو بيتميز بالمهارة ووضح جدا إن زي ما تقال بيتسو موسماني مركز على الجانب ده بشكل كبير جدا ويمكن كمان مركز على العيبة هو كمان تعامل معهم بشكل أو بآخر يمكن مكسوني ما خدش فرصة كبيرة مع بيتسو موسماني فالناس بتسأل يعني أنت ما جهش معاك في سانداونز جاي تيجيبه النادي الأهلي تاني لا فيه عوامل كتير بتحط في الأمور دي إن اللاعب كان لسه حديث العهد لسه لعب كان صغير نجوم كبيرة جدا في الأماكن دي فبالتالي فيه لعيبة ما تاخدش فرصة زي ما كان موجود عندنا بركات وبطريكة في مراكز فكان فيه لعيبة ما تقدرش تاخد الفرصة في الفريق ده فبتيجي ولا ما تاخدش الفرصة فترحل تروح ممكن تنجح في فريق تاني أو ما شابه ممكن يكون لويس مكسوني حد من دول ويجي يقدر ياخد فرصة كبيرة مع بيتسو موسماني فيمنح النادي الأهلي أفضلية ولكن اللعيب الآخر بها هو بيرسيتاو بيرسيتاو يمكن كان مسبب لنا قلق في أمم أفريقيا 2019 منتخب ضنوب أفريقيا أمام المنتخب المصري بيرسيتاو كان له نجاحات مع سانداونز ونجاحات مع أيضا موسماني اللي قدر يقنعه بأنه يترك البريمير ليج ويجي للنادي الأهلي ودي خطوات بتكون محسوبة بشكل في رزق بعض الأشياء ولكن من وجهة نظري اسم النادي الأهلي هو الاسم الوحيد القادر في أفريقيا أنه يجل بلاعب من الدوري الإنجليزي نشوف تقديم بيرسيتاو عشان نرجع نعقف رائعاً I choose history I choose history I'm delighted to see Mersey Tao Here's Tao That's good He's flying forward I'm always looking to beat a man بيرستاو قال جملة مهمة جدا من وجهة نظري ما تتقلش غير في النادي الآلي أنا اخترت التاريخ أنا اخترت التاريخ أنا اخترت النادي الآلي يمكن حتى بيت سمسيماني عقب بتويتا وقال له انت اختيارك كان صح ومعا مرة اخرى هنصنع التاريخ وفكروا طبعا بنهاي دورة الطرق افريقيا 2016 اللي فاز فيه ساندونز بالبطولة بعد ازهاب 3-0 وعودة انهزم 1-0 وحق البطولة على استاد برج العرب فقال له هنكررها تاني وهنقدر ننجح تاني ويمكن كان التقديم فيه نقطة مهمة جدا كلمة أنا اخترت التاريخ اللي اصر عليها بيرستاو تم تداول فكرة التاريخ امامه 82 و87 و2001 و2005 و2006 وازاي النادي الآلي بيحق دوري ابطال افريقيا فبالتأكيد التاريخ عند النادي الآلي وعند بيت سمسيماني وعند الصفقات لازم يكون دوري ابطال افريقيا بيرستاو مع ساندونز لعب 102 مباراة ساهم في 51 هدف يعني المعدل مباراة ومباراة بيساهم في هداف يمكن حتى كمان لما لعب في عندية اخرى وصيفر دوريات اخرى سواء دوري انجليزي او دوري بلجيكي لعب 35 مباراة مع يونيون البلجيكي ساهم في 26 هدف سجل 13 وسنع 13 ومع كلوب بروج لعب 30 ساهم في 12 هدف مع اندرلغت لعب 14 ساهم في 5 مع برايتون لعب 6 مباراة ساهم في هدف واحد ما خدش فرصته كبيرة مع برايتون ولكن كل الامور بتشير ان بيرستاو صفقة مهمة جدا للنادي الآلي عليها ان يثبت ذلك على ارض الملع كل الامور فنية قابلة للاحتمالات دي قعدة شفنا لعبين كبار جدا بينتقل الاندية والامور بتبقى نسبية ولكن كشيء عملي او كشيء نظري بيرستاو واحدة من اقوى الصفقات في تاريخ الدوري المصري بل في تاريخ الكرة الافريقية ان انت كام لاعب استقدمته من البرميال ليج لأحد الدوريات الافريقية وانا عايز اقول ان ده مش غريبا عن نادي الآلي يا جماعة النادي الآلي طلع لعبين كتير من النادي الآلي لعبوا في البرميال ليج حتى لو ما كانش انتقال مباشر فيه البعض انتقال مباشر والبعض من خلال تدرج وصل للبرميال ليج فانت نادي صاحب مكانة مختلفة ده ما بيحصلش الحالة دي كلها ما بتحصلش في افريقيا غير معاج بيرستاو لاعب دولي لاعب لاعب في دوريات كبرى لاعب عنده شخصية لاعب كمان انا بشوف ان لازم ادارة النادي الآلي تاخد حقها فيه اسرارها على انها تستخدم لاعب زي ده حتى لو كانت الصفقة بقيمة عالية وكمان لازم ادي مسماني حقه وده هنا اللي لازم يتقال مسماني ليه دور كبير جدا لانه كان ليه حوار مطول اتكلم فيه عن انك ازاي بيرستاو هل بترغب انك تعلق الحزاء بتاعك بعد مسيرة انت مميز فيها جدا تكون بتسيب بصمة ضعيفة في نهايتها ولا انت حابب تكتب التاريخ واعتقد دي العقلية اللي من خلالها بيرستاو تم اقناعه بالانتقال للنادي الآلي وعشان كده دي صفقة مهمة جدا ان شاء الله تفرق مع النادي الآلي لان اللعب كمان بيلعب في اكتر من مركز على الجانب الاخر بمناسبة اللعب في اكتر من مركز صفقة حسام حسن كانت صفقة مهمة النادي الآلي بيشوف النقط الضعف اللي عنده كمان بيحاول يكون عنده تنوع وده كان احد اهم اسباب اختيار حسام حسن قبل ما نطلع ونشوف الفيديو حابب اقول ان اللعب اللي بيختار النادي الآلي دايما دايما بنسبة كبيرة بيكون لبصمة مع النادي الآلي حسام حسن في لحظة اختار النادي الآلي بلا تردد رغم انه كان مكان تاني بيدغط عليه لشهور ولكن مين يقدر مين يقدر يقاوم النادي الآلي واسم النادي الآلي نشوف الفيديو بتاعه سام حسن موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة حلوة جدا فكرة الاشارة للقوة عند اللاعب لان انت عندك محمد الشريف محمد شريف نموذج مختلف تماما عن حسام حسن المهاجم اللي بشكل مختلف التنوع ده اعتقد كان مطلوب جدا لمسيماني خصوصا ان الجايب مهاجم جاهز ارقامه موجودة هو في الفورم مش محتاج تجاهزه او تاخد رزق كان شيء مهم جدا وانا في النهاية عايز اقول ان مبروك على اي لاعب التوقيع للنادي الاهلي لان اي لاعب ينضم للنادي الاهلي بيكون اضافة ليه وحتلاقي فين تاريخ زي اللي موجود في النادي الاهلي نشوفكم بعد الفاصل وفقاراتنا بنفس السخونة منتظر لكم موضوع جديد قديم سنين وسنين بنتناقش في نفس القضية لدرجة ان انا باتش عارف هو من حسن حظه انه ما بقاش او محدش قومه ولا من سوق حظه ان محدش قومه لان اعتقد لما فيكون لاعب على مدار تاريخه في كمية التجاوزات والاساءات والخروج على النص اعتقد لو كان في نادي اخر كان زمان وبطى الكرة من زمان فهل ده حسن حظه ان هو في نادي سمح بالتجاوزات دي ولا سوق حظه طيب ايه الموضوع باختصار شكبالة البعض دايما يصور ان احنا لما نطلع نقول فيه اخطاء بتحصل من شكبالة اصل انتم اتضايقين من شكبالة لا خالص اطلاقا اطلاقا ما عندناش كلام ده والتاريخ يشهد وجبنا ارقامه قبل كده كذا مرة قدام النادي الاهلي وكل القصة كلها حتى لما بيسجل اهداف بتكون اهداف في موراة النادي الاهلي بيحسنها فما ما فيش موضوع فكرة ان احنا قلقانين من لعب او ما شابه بالعكس هو ايقونة بالنسبة لموراة القمة وتواجده بيكون فائلة حسن لجماهير النادي الاهلي فالقصة مش كده خالص لكن القصة مش مع كل احتفال بموراه او كل احتفال ببطولة تطلع تسيء لجماهير النادي الاهلي والمفترض ان احنا ما نردش المفترض ان احنا ما نتكلمش طلع ناس قالوا اصل هو بيبقى رد فعل طب يا جماعة في الموراة اللي ما ميكونش فيها اصلا جماهير النادي الاهلي بيكون برضو رد فعل ولا بيكون فعل قلنا جماعة اي حد عنده فيديو لتنمر على شكبالة من جماهير النادي الاهلي يطلعوا ويعرضوا ومستنين اي عقوبة تتطبق على جماهير النادي الاهلي احنا هنا ما بندفعش عن خطأ لو لعب عندنا اخطأ ما بندفعش ولا بندفع عن قضية قصرانة لان احنا هنا ملتزمين بمبادئ واخلاقيات لان دي روح رياضية لازم تسود الملاعب الرياضية لكن تكرار التجاوزات مرة ورا مرة وما فيش حساب خلى التجاوزات تصل لرئيس الاتحاد يعني رئيس الاتحاد القرى اللي بيدير المسابقة تم التجاوز من لاعب في نادي الزمالك في مراسم تتويج ممكن نعرض الصور عشان تبقى الامور واضحة ليه؟ شكبالة حتى هذه اللحظة لم يحس ادي صور وضح جدا العنف تجاه رئيس اتحاد قرة القدم في مباراة المفترض بيتوج فيها نادي الزمالك بالبطولة متى يتم حساب شكبالة الحساب الذي يستحقه؟ ده السؤال مش هيحصل يا قسيم ولو حصل هيحصل متأخر قوي اللي بيعمله شكبالة على مدار سنوات اللي احنا وصلنا ليه هو المنتج النهائي منتج نهائي من سنوات استحق فيها رئيس اتحاد القرى المشهد اللي قدامنا ده لان لما صدر اساءة لجمهور النادي الاهلي العظيم الناس كلها سمعتها وشافت الفيديوهات هو ما عملش حاجة شفنا وقعة الشناوي كان في ثانية بيصدر قرار بعد بياني النادي الاهلي عشان خاطر يقول انا احمد مجاهد انا هنا انا موجود شفنا كابتن احمد كشري قبل مباراة الزمالك بيتوقف 8 مباريات ومحدش عارف ايه الوقعة بس مجرد التقرير شفنا كل ده بيتم التغاضي عنه ليه عشان شكبالة يروح ويحضر لحظة استلام الدرع بس كان قادي الجزاء في الملعب قدامنا وهو التجاوز والإساءة لرئيس اتحاد القرى شخصيا وبيتمسك عشان ما يروحش يعتدي عليه تخال لو محدش كان تدخل في المشهد ده وشكبالة كان اتساب كان مواصلنا المشهد عامل ازاي فين الناس اللي اتكلمت عن مشهد كهرباء وعقوبات كهرباء ووقعت كهرباء في وقعة كانت معا كابتن محمد فضل وما كانش فيها المستوى اللي احنا شايفينه ده ولا الاحداث دي شكبالة هو نتاج منظومة احنا كلنا باستثناء الناس اللي اتكلمت فيها من بدري هم اللي وصلوه للملعب ده فكرة صناعة بطل عن طريق الإساءة لرموز في نادي الإساءة لجمهور المنافس وجمهور نادي فكرة سلسلة من التجاوزات على مدار سنين والبعض كان بيحاول يوصلوا انه دور الضحية هو هو البعض دلوقتي اللي يتكلم على استحياء يا اما ما تكلمش انتو اللي وصلتو شكبالة لكده انا عايز اقول اي مشهد في العالم فيه لاعب بيحاول يعتدي على رئيس اتحاد الكرة اللي احنا عندنا تحفظات كتير على ادارته ولكن كنت حريص ان شكبالة يحضر الاحتفال ويشيل الدرع ادي كان الجزاء لان انت ما طبقتش اللايحة وتغاضيت عن اللايحة اللي بيعمله شكبالة هو مسلسل من الإساءات والتجاوزات كان كافي بشط باي لاعب من سنوات من سجلات الكرة المصرية وكان محتاج مسؤولين بجد يقومون الحقيقة شكبالة ما فيش حد دعمه الا لما شكبالة انقلب عليه سواء جمهير الزمالك انقلب عليهم شكبالة في وقت ملوقات نادي الزمالك نفسه شكبالة اختار في وقت ملوقات ان هو يتركهم ويهدد بالرحيل ويحترف بالخار غصبا عن نادي الزمالك وكمان قال ان انا لما هرجع انهي مشوار حياتي فانا افضل نادي اخر عن نادي الزمالك وقال اسم النادي ومع ذلك دعموه مشكلتهم فيش مشكلة خالص برحيتكم بعض نجوم الزمالك القدامة اللي شغالين في الاعلام كتير جدا دفعوا عن سلوكيات شكبالة انقلب عليهم اخرهم الكابتن احمد حسان ميدو اللي طلع بوضوح والالامانة يعني طلع قال ان هو ضد الموقف ده وضد الاحتفال اللي احتفلوا شكبالة بعد الفوز على الانتاج الحربي ولكن حق الكابتن احمد مجاهد هو حر فيه يطبق لايحة ما يطبقش لايحة هو المتهم وهو المدان في حالة عدم تطبيق لايحة على شكبالة اللي اقل عقوبة لها اقل عقوبة لها 8 مباريات ان ما كانش 8 شهور ده يرجع لإيه لتقرير حكم المباراة لو في اعتداء او محاولة اعداء لازم العقوبة تكون 8 شهور و200 الف جنيه 8 شهور و200 الف جنيه طب لو هي الموضوع زي ما شفناه بدون اعتداء وان كان الصورة واضحة جدا ان فيه محاولة اعداء اقل شيء اقل شيء هو 8 مباريات ايقاف شكبالة ده كمان لما تيجي ترتب ان ده مش اول موقف يحصل في تاريخ شكبالة لا لازم تكون العقوبة عقوبة شديدة لازم تكون العقوبة عقوبة قوية لكن مين اللي وصل شيكبالة لكده اللي وصل شيكبالة لكده المناخ اللي نشأ فيه شيكبالة اللي البعض منه كان يملك صوت الحق وطلع اتكلم زي الراحل الكابتن طاه بصري نطلع نشوف الكابتن طاه بصري وحديثه عن فكرة شيكبالة وازمات شيكبالة وتجاوزات شيكبالة الصورة اللي احنا شفناها في مباراة المغرب الفاسم كانت طبعا يعني كانت غريبة علينا شوية وغريبة على السحر رياضيا اللعب بيطلع بالشكل ده وطبع الرد الفعل كان لازم ننتظر انه مجلس الادارة او كجهاز فني قرار صارم يعني هي مش مسارة النهار ده انت باللعب مش مسألة تقسم منه فلوس مسألة خصم الفلوس يعني احنا مش عايزين نعرض ونبي كتير ياسر بعد اذنك خلينا مع الكابتن طاه هو بيعلم يعني مسألة الخصم يا كابتن طاه النهار ده سهلة جدا لما تيجي تقول لواحد بياخد اه اتنين تلاتة مليون اربعة مليون عشر عشرين مليون اه خصم عشرة في المية اه خصم خمستاشر في المية وهو موجود في الملعب مش ده يعني مش ده العقاب انها العقاب الحقيقي بالنسبة للعب من وجه نظر الشخصية بالضبط حرمانه انه يلبس الفانيلا وانه يلعب يعني لو قرار نادي الزمالك قرار صح وفيه موقف مشرف وكريم لمدرب قدير انت جايب مدرب مدرب المنتخب المصري اللي هو حق تلات بطولات افريقية جاي عشان يدرب ناديه وابن النادي وحسن شحاته كابتن النادي وكابتن منتخب مصر وجايب بطولات للنادي ومترب في النادي يعني نجم كبير قوي يعني مش 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 قليل مش جايب اي واحد تاني صغير كده ليل تحطه عشان حد ييجي وحتى وما كابتن لو اي واحد المنظر نفسه لا لا حصل قبل كده لا فهمك الكابتن طارق يحيى بيحاول باي شكل من الاشكال يبعد الصورة ويخلي الكلام عند الكابتن طاق بصري في محاولة لتخفيف الام اللي ما فعلهش كبالة مع الكابتن حسن شحات الكابتن طاق بصري اللي رح مطلع عليه من الشخصيات المحترمة اللي بتنال تقدير كبير جدا من جميل الكرة مصرية يقول لا ليه الاحترام 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 وروح رياضية والكرة عبارة عن تنافس داخل الملعب فقط لا تجاوز ولا إساء لكن لما يكون التجاوز في حق المدير الفني المنتخب مصر للحق ثلاث بطولات دورة أبطال أفريكا اللي هو أساسا أسطورة نادي الزمالك الكابتن حسن شحات أتكلم عن الواقع دي بمنتقى الألم لما قال أنا كنت شتمني وسبيني بولدي ورمع لها العرقة وخارج بكلم ممدوح عباس بقول له إزاي هتعامل معاه تاني طبعا كان رئيس نادي الزمالك وقتها إزاي هتعامل معاه تاني طب بلاش إزاي هتعامل معاه تاني وبلاش إن أنا نجمه تاريخي في نادي الزمالك وبلاش إن أنا مدير فن كبير أنا هتعامل مع اللعبة دي تاني إزاي لما يكون في لعب أساءلية في الملعب على الهوى هتعامل مع اللعبة التانية هتسمع كلام إزاي اللي حصل إيه اللي حصل إنه تم الاستغناء عن الكابتن حسن شحاتة اللي حصل ان النادي كان في ظهر شيكبالة فلو عايزين تعرفوا ليه شيكبالة دلوقتي مش فارق معه اي حد وشايف نفسه فوق اي حد على اللعبة شيكبالة اللي في نفس الدوري اللي هم احتفلوا بيه بيقول عايزين توجهه الدوري وجهه كان بيكلم اتحاد القرى ومحدش عاقب فطالهم محدش عاقب استحمل بقى لان القادة معروفة من امن العقاب اسأل الادب عاقب ايه اسامة اعتقد اتحاد القرى استجاب لكلامه آآ الكابتن شكبالة عايزك تفتكر حاجة الكابتن طه بصري لما جمهور النادي الاهلي اي حد بيفتكره دلوقتي بيقول قبله الخلوق طه بصري والله يا العظيم زين بيقولك اي مشجع اهلاوي بيقول الخلوق طه بصري تعتقد انت الكلمة اللي ممكن تتحط قبل اسمك عند جمهور النادي الاهلي ايه فكر فيها وانت هتعرف تاني حاجة زي ما قلنا لو كل اللي بيحصل مع شكبالة نتيجة ردود فعل هل اساء لي آآ كابتن حسن شحاتة اكيد لا ولكن انتو اللي على مدار سنوات مش عايزين تقوموا اللاعب انتو اللي على مدار سنوات مش عايزين تقولوا لللاعب ده غلط ده ماينفعش حتى الاصوات اللي كانت بتقول كده كانت هي اللي بتتهاجم وبتخافه من حسابات وتوازنات جماهرية لحد ما وصل اللاعب لكده عايزين تعرفوا فين المفارقة المفارقة في سنة 85 والنادي الاهلي بياقد موقفه وبتشتعل ازمة مع مدرب النادي الاهلي كابتن محمود الجهري على خلفية لاعب وهو الكابتن محمد عباس والنادي الاهلي بيصر على موقفه هنا لما الازمة بتحصل مع اللاعب زي ما قلقوا كابتن حسن شحاتة هو اللي مشي الجميع مزنب الجميع مزنب هي المقارنة هي مفارقة مش مقارنة خالص احنا النادي الاهلي معروف تاريخه يا فارس ومش هندخل النادي الاهلي في الموضوع لان انا بقول لما قلت اندية لو اللاعب ده في النادي الاهلي بالتأكيد ما كانتش كم انا مش عايز دخل النادي الاهلي في الموضوع لان النادي الاهلي ابعد بكتير قوي من التعاملات دي بالاضاض تظهر الاشياء هذه هي القعدة اللي استخدمت في التاريخ وحتى في الدين لان الاضاضاض بتظهر الاشياء وبتعرفنا الفارق ما بين السلوكيات والمواقف وعلى فكرة طبيعي جدا تعقد المقارنة لان نقول ازاي تنقذ لاعب او ازاي انت كنادي تنقذ كمان الاجيال اللي جاية وازاي تخلق ميت شيكابالا في ناديك ما كانش ده بس المثال كان كمان كابتن ابراهيم يوسف الخلوق ايضا وهو بيتكلم عن شيكابالا في موقف مهم جدا نطلع ونشوف كابتن ابراهيم يوسف قال ليه لا هو تصرف غير مقبول على الاطلاق نعم وهو شيكابالا يوم السابت عمل معي تصرف بس انا اسف يا كابتن متحك مش هادره معاك انت شخصيا في حضور الكابتن حسام حسن وفي حضور الكابتن ابراهيم حسن وفي حضور الكابتن طارس لا وانت ابتن مصر يا كابتن ابراهيم لا انا كمان بالنسباله برضو حاجة تانية يعني يعني عارف انا بالنسباله ده اصغر من عبد الرحمن ابني ده انا جيله عشان اهديه عشان عائده لانه هو كان طالب عائده عائده لهو مضاع اه طب ليه يا شيكا ما انت خدت المقدم وخدت الفلوس قال لي لا عشان ماحدش يقال لهو في المجلس مبروك محدش قال له مبروك يا كابتن انك انت مضيت لنادي السابالك فوقت له طب انا جاي لك او عشان اقول لك مبروك بس انت طلعت عنين يا شيكبال راح سايب الاعداء وقاموا عشان ابراهيم يوسف كابتنه وكابتن النادي وبرجع اقول واصغر من عبد الرحمن ابني قال له ما انت طلعت عنين يا شيكبال انت بتخيل الجمهور اللي بتكلم عن فكرة رمز الانتماء ورمز الوفاء كابتن ابراهيم يوسف احد رموز الزمالك التاريخيين هو اللي بيحكي الواقع هو اللي بيحكي تفاصيل المفاوضات بس كمان بعيدا عن الجزء ده وبعيدا عن تفاصيل تخص نادي الزمالك ازاي كابتن ابراهيم يوسف كان بيدي جرس انذار زي اللي اداه كابتن طاق بصري زي اللي اداه ناس كتيرين جدا وكل ده وعلى مدار سنين بندخل في صراع فكرة ان لاعب ضحية لهجوم جمهور كل المشاهد دي وكل الرموز دول وهم بيتكلموا ورمز تاريخ النادي الزمالك وهو بيقول ما تعرض لي على لسان شيكابالة زي ما حصل مع كابتن حسن شحاتة وديك شايف كان رد الفعل ايه التدليل على مدار سنوات هو اللي وصلنا لكده وزي ما قلنا اذا كان ده بيحصل في خص رموز نادي الزمالك فيما يخص جمهور النادي الآلي وكيان النادي الآلي وتاريخ النادي الآلي غير مقبول بالمرة ولن نسمح باستمرار ده ولو سمحته لو سمحته خده قرارات عشان من جيش نقول الجمهور بيشتموا الجمهور بيسيء الجمهور غلط جمهور اللي يعمل كده غلط وعاقب جمهور ويمنع من دخول واللي عليه مسئولية خد حق اكتجاهه ولكن انت كدورك كمسئول انك انت تعاقب اللاعب عشان ما نوصلش لمشهد ان الجمهور يحس ان اللاعب ما تعاقبش فمفترض الجمهور يتحول لأداء انه بيعبر عما بداخله لان المسئول ما كانش مسئول خلينا نتكلم ان الكابتن طه بصري الكابتن حسن شحاتة الكابتن ابراهيم يوسف هل حد يختلف ان دول اهم من رموز نادي الزمالك في مدار تاريخه التلاتة لما بتيجي تذكرهم دايما زمالك منتمي النادي الزمالك ولكن مفيش موقف تقدر تاخده في اخلاقيات على التلاتة دول فلما التلاتة دول يتكلموا يبقى اكيد ده منتمي النادي الزمالك مشانا احنا هنا جايين بس نقول كلامهم ونوضح كلامهم لكن فكرة ان الشكبالة ليه اسائل جمهوري النادي الاهلي انا بدعو المسئولين ترجع لتصريحات شكبالة فاخر مداخلة على قناة نادي الزمالك مع الكابتن محمد ابو العلا قال نصيا انا هياخد حقي بدراعي ومحدش يلومني على اللي انا هعمله ارجعوا للمداخلة قال كده بالزبط انتو بتعقبوا الجماهير بمبراطين ما دي اللايح قال انا اللي قابده مش عاجبني هو مش عاجبه انا هياخد حقي بالطريقة اللي تريحني ويبقى حد يكلمني خد حقه من وجهة نظره في مبارات الانتاج لما راح مع جماهير النادي الزمالك يسيء للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وهنا تناول فكرة ابطال العلمين عشان يعرف حتى ان فكرة الغنى اللي بتغنوه هو اساسا في تضليل لان لو ابطال العلمين فالنادي الاهلي معروف هو ابطال العلمين ابطال على كل فرق القارة لكن انت اول فرق القارة دي انا بطل عليك تخيل انت اكتر واحد شرفت ان انت تكون وصيف البطل فانا بطل عليك قبل اي حد قبل اي فريق تاني لكن ده الكلام اللي ردده رموز نادي الزمالك لكن اللي حط اساس المشكلة وتكلم بوضوح في المشكلة وبمنتهى البساطة هو الاستاذ مرسي عطالله احد يعني الرؤساء السابقين لنادي الزمالكي ممكن كانت فترة قصيرة ولكن في النهاية بيشهد له دايما بالاحترام نسمع الاستاذ مرسي عطالله فسر مشكلة شيكابل ازاي ايه المشكلة ايه المشكلة اللي دينا سأقول له لو من اول غلطة حكب هيفتدع لكن اللي حصل انت بتدلل فلما تدلل انت ابنك في البيت لو من اول غلطة بتقول له لأ هنا وبيحس ان فيها عقاب وعقابه راضع بعد كده حتكسبه ويكسب الولد نفسه انما بنحس ان انا مهما اعمل وهو اتدلع ايه والولاد اللي بتبوضوا بتخسروا بتعمل ايه من ايه وهو عدم وجود الرباية للصح والرباية مش معناها القطوة الرباية معناها التقوين ودي اولاد وما راح يسننها مبكرة وانت كنت لها كورا فجأة بتشعر مني فجأة بتبقى موجودة بس اختصار شديد ازمة شيكابالا في نادي الزمالك قالها الاستاذ مرسي عطالله تشبيه اكتر من رائع لما يتكلم عن طفلك لو انت معرفتش تربيه صح ولو انت دللته هيصل لهذه المرحلة فكانت المشكلة والرباية زي ما قال بنفس المصطلح مش فكرة القصوة الدمية فكرة التقويم كلنا بنكون حرصين على اي موهبة انها تكمل بس تكمل بالاحترام بالاخلاقيات يتم تقويمها لكن ما حدث في تاريخ شيكابالا من وقائع كتيرة جدا 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 وتعددت اكثر من مرة ويمكن مفيش موسم بيعد علينا الا لما نذكر وقع فجة لشيكابالا كان الموسم اللي فات السوبر المصري في الامارات عمل وقع اصلا الوقع اللي عملها شيكابالا في المباراة دي كانت تستحق شد ولكن خرج ناس وخرج اعلامين نادي الزمالك وعرقصهم الكابتن خيل غندور يقولك ده بتحصل ده رونالدو بيعملها في اليوفي ده مش عارف مين بيعملها مع فرق اخرى والدوريات الاجنبية فيها وفيها 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 فكر الدفاع دفاع دفاع عن شيء خطأ 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 احنا لما حصل الكلام ده من حسام عشور ورمضان صبحي طلعنا هنا بنفس البرنامج قلنا يتعاقبوا مش هندفع عن غلط ولا العيب غلط قلنا يتعاقبوا تتطبق عليهم الليحة احنا هنا في برنامج ده اللي خط أحمر طالبنا بده لكن هناك انتو متضايقين من شيكابالا انتو ده وزعلين من شيكابالا عشان شيكابالا اسطورة عشان ارقام شيكابالا كلام كله في النهاية وصل شيكابالا للمرحلة اللي وصل لها لما تيجي بعد تاريخ طويل تفتكر اسم شيكابالا صدقني اول حاجة هتيجي في بلك انت التجاوزات الاساءة الخروج عن النص مش هتلاقي له تأثير في البطولات ان وجدت يعني البطولات يكون مؤثر في شيكابالا سامع هي محاولة خلق شيء مؤثر يعوض البطولات ما انا لما اخلق رمز وحاول انا اصنع رمز هحاول اضخامه هحاول اعظمه اذا كان الرمز ده ملوش تاريخ كابتولات بيشيلها لما تحط السيفي كده هتلاقي لعيبة كتير جدا عدت جنب صوري النادي الاهلي بس تاريخها يتجاوز شيكابالا بمراحل لما تيجي تتكلم عن اللعيبة اللي سامت دوليا واللي كان لها تأثير هتلاقي شيكابالا مش موجود حاجات كتير جدا حتى في الدربيات هتلاقيه تصنيفه في اخر القايمة لما تيجي تبص عن اللعيبة اللي لها تأثير هو ليه تأثير بس من قليل قوي تأثير في الآخر قوي كل ده مش موجود فهتحاول تعمل ايه تصنع بطولة موازية وهي انك تعيش في عالم افتراضي شايف ان النادي الاهلي فيه مش بطل عليك شايف ان انت ما عندكش اخطاء شايف ان علمك ان انت بيقولك كمل شايف انك ضحية او انت مظلوم كل ده كل ده هو المختلف عشان حتى كده لما انت قلتلي في حتة المقارنة هو انا معاك بالعكس احنا هنا يا جماعة جينا نفسنا وده اللي هنروح له في اللي جاي اتكلمنا في واقعة حسام عشور وكلنا موقف فيها انه قلنا ده غلط ليه لان اصلا منهجية النادي الاهلي هتخلينا واحنا عاديين هنا لو ما قلناش لجمهورنا ان ده غلط الجمهور مش هيحترمنا انما على الجانب الاخر انت كمشجة عايز تسمع ان ده صح وعايز تسمع ان اه اقول وشت موسيق انما احنا ده مش منهجنا وعشان تشوف التناقض زي ما اتكلمنا اللي كان بيدافع اللقطة شيكابالا في السوبر في الامارات وهو بيعمل حركة موسيقى الجمهور النادي الاهلي ودول ده عادي هو احد اسباب الظاهرة دي وهو خالد الغندور لانه من زمان كان عنده رأي مخالف يمكن لو ثبت عليه زي ناس كتير جدا كان اصلح شيء قبل ما الامور توصل للوصل تعليف شيكابالا تعالوا نسمع قال ايه خالد الغندور انا روح لشيكابالا اللي انا شخصيا بحبه جدا بعشقه والله العظيم شيكابالا ده بشوف ان هو واحد من افضل واحرف اللعيبة اللي جون في تاريخ مصر ولكن للأسف ان هو صغير شخصيته كده يعني انا عايز اقولكم ان هو عنده 14-15 سنة كان بيتخانق مع المدير الفني بتاعه ويطلع ويسيب الملعب ويعلي صوته برا الملعب في اوقات تلاقيه طيب جدا 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 وفجأة تلاقيه انفجر فجأة وعطرت فجأة وعمل حاجات غير منطقية انا مش عارف شيكابالا هل ممكن واحد هل ممكن هو اما واحد يتكلم معاه ممكن ما يجي تكلم معاه ويقول له اغلط يا شيكابالا هو هيفهم ده ولا خلاص هي دي الشخصية هي دي شخصيته كده يعني خلاص حاش يقدر يغيره وقت يكون طيب وقت يكون متنرفز وقت يخرج عن النص وقت يتخانق وشوفنا على مدار يعني الانسان اللي بيتعلم ما يعمل خطأ مرة او يتكالتا يعني يتعلم لكن من واضح ان شيكابال على مر عنده ستة عشرين سنة بقاله في كرة القدم عشر سنين في العشر سنين مفيش سنة بتعدي الا ما لازم شيكابالا يكون اعمل مشكلة مع جمهور الاهل او جمهور الزمالك او حسن شحاتا او قبل كده حسام حسن او غياب ويروح حفلة ويسيبه عسكر او يتخانق مع زميله او يتخانق مع هاني سعيد وهاني سعيد من كتر الغز ويروح شارة الحديد ويعمل عملية ويغيب ثلاث شهور او يتغير فيدائم حسام حسن قبل كده يتغير فيدائم حسن شحاتا ويقعد ثلاث يام يجيله برد او مايروحش المنتخب ويقفل تليفونات والناس تقعد تدور عليه وعمر الجنين يروح له البيت وعد كده حسن شحاتا يهدد لو مجاش المنتخب يعني انا بحي بحي خالد الغندور اللي لو انسان عايز يوصف مشاكل شكبالة كلها بكل التجاوزات اللي حصلت مع مدربين بكل التقصير بكل الاساءات اللي فيما تخص احداث او جمهور او رؤساء قندية او فكرة سيكولوجية الشخص اللي النهاردة الدنيا تمام او اللي ما بتعلمش من اخطاءه وبيفضر يكررها كل مرة وكل مرة يسيء تاني وكل مرة يتجاوز وما يشوفش ان عنده حاجة غلط كل حاجة قيمة يا خالد الغندور بس ده خالد الغندور بتاع ايه تعذريه نعم دلوقتي خالد الغندور بتاع ايه اللي خلاص انا مصنف لازم اسمع الجمهور اللي هو عايزه كلكم مزنبين وبكررها للمرة المليون كلكم مزنبين ولو انتم مزنبين في حق تاريخكم وفي حق نديكم وفي حق ان انتم عايزين تعملوا منه اسطورة فده بعيد عن النادي الاهلي انما مش هنسمع ان حد يزنب او يسيء او يتجاوز في حق النادي الاهلي والاسائل النادي الاهلي ككيان وكبطولات وكتاريخ لازم يتعاقد ولازم هيكون في موقف والمرة دي مش هتعدي وخليكوا فاكرين ده كويس المرة دي مش هتعدي وزي ما قلنا في اساءة حصلت لجماهير النادي الاهلي من حق احمد مجاهد هو حر يسمح في الاساءة اللي حصلت ليه في محاولة اعتداء شيكابالا عليه ده موضوع هو وشأنه اخيرا بس الناس اللي بتحاول تصور الامر بين شيكابالا واحمد مجاهد زي اللي حصل بين محمد فضل وكهربا هو محاولة برضو لنقل صورة مغلوطة ليه؟ احنا في البرنامج برضو هنا طلعنا قلنا ان محمد فضل لم يتصرف تصرف المسؤول على عكس اللي عمله الكابتن او البشماندس احمد مجاهد هو تصرف تصرف المسؤول دي لقطة رسمية ما ينفعش اطفال واسر يدخلوا فيها شيكابالا حاول يحتك معاه عمل ايه؟ سابه ومشي شيكابالا اصر على الاعتداء او محاولة الاعتداء على رئيس اتحاد القرى ولف وراه ومشي وراه والكابتن او البشماندس احمد مجاهد ساب اللاعب لان ما ينفعش يدخل مع اللاعب في شجار لان وقتها قلنا ده مش هيبقى موقف مسؤول ازمت بقى كهرباء محمد فضل ايه اللي حصل؟ اللي حصل المؤمن زكريا جاي فكهرباء رايح ياخد ايد مؤمن زكريا ويمشي معاه اول موقف حرد فعل حصل كان من محمد فضل عمل ايه؟ زق كهرباء كهرباء امشايل ايد محمد فضل ومكمل في طريقه محمد فضل اصر على زق كهرباء وهو اول واحد لمس كهرباء المسؤول هو اللي لمس اللاعب على عكس اللي حصل من احمد مجاهد وقلنا وقتها لازم كان محمد فضل يسيب المكان في النهاية لو كهرباء اخطأ اعجبه لكن اللي حصل ان هو اللي بدأ بالمشاجرة او الشد او الجذب مع كهرباء على عكس اللي حصل انا بشمان سحمد مجاهد سابه الشيكابال هو اللي كان مصر على محاولة الاعتداء عليه ففكرة ان انت تقول دي زي دي لا ولو كان في حد كان المفترض يوقع على عقوبة فازمة كهرباء محمد فضل اعتقد كنا عارفين ان الكابتن محمد فضل مش كهرباء لكن حاليا امر المشاجرة بين البشمان سحمد مجاهد هو حر اتكلم فيه زي ما هو عايد يا تهاون في حقه هو حر لكن حق النادي الاهلي غير مسموح بالتهاون فيه وبالتالي احنا منتظرين عقوبة شيكابالا في اساقته لجماهير النادي الاهلي بالكسبة حتى والتضليل في فكرة ابطال عالمين احنا ابطال على اي فريق داخل كارة افريق هنرد ونوضح ان ابطال عالمين هي بالورقة والقلم مش بالكلام المرسل لان انت داخليا عارف كويس قوي ان انا اصلا موجود في المشهد عشان اكون بطل وبس ولكن رسالة اخيرة حق النادي الاهلي وجمهوره ما بيتسبش واللي اساء للنادي الاهلي لازم يعاقب كنت عايزه يحضر يستلم الدرع اعتقد دلوقتي ما بقاش فيه مبرر لعدم العقاب لان المشهد اصبح بيسيء للكرة المصرية ككل وزي ما قلنا الخلوق طاعة بصري شوف الاسم اللي هتحطه قبل اسمك ايه عند جمهور النادي الاهلي نشوفكو بعد الفاصل وحتستمر الحلقة بسكنكو اهلا بيكم مرة اخرى ورجعين بابطال على مين غنوة بتتغنى انا بصراحة مش قادر اصدقها ومش قادر اتخيل انتو ازاي جات الجرأة ليكم ان انتو تغنوا الغنوة دي لجماهير النادي الاهلي وازاي قادرين تقتنعوا انها فعلا حقاية جماهير النادي الاهلي لما بتطلع بتقول من تلتة شمال بنهز بالجبال وبقى على صوت دايما بنشجع الابطال تتكلم من خلال تاريخ من خلال بطولات من خلال شبه اكتساح من خلال نادي هو في صدارة اندية العالم من حيث تحقيق الالقاء محلية وقرية فبتتكلم وعارف ايه بتقول ايه كلامها متصق مع النادي اللي هي بتشجعه لكن لما تطلع انت تقول لي هو انتو ابطال على مين لو انت مستني الاجابة احنا ابطال على حضرتك لو مستني الاجابة احنا ابطال على كل اندية افريقيا دليل ان احنا بطولاتنا بتتكلم عننا احنا في زعامة افريقية زعامة محلية فلو جينا شوفنا ابطال على مين على كل اندية لكن انت بصراحة لك نصيب الاسد في وصفتي لكن تعالونا استعرض الاول بطولات النادي الاهلي مقابل بطولات نادي الزمالك اللي جماهيره مع شكبالة مع تمن لعبين بيغنوا فكرة أبطال علمين في بطولة الدوري المصري الأهلي 42 لقب الزمالك وصل ل13 لقب في بطولة كاس مصر الأهلي 37 لقب مقابل 27 لقب في البطولة المستحدثة كاس السوبر المصري الأهلي 10 ألقاب الزمالك 4 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا الأهلي 10 ألقاب الزمالك 5 في كاس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس الأهلي 4 مقابل الزمالك بطولة تساوى معنا الزمالك في البطولة الكنفدرالية بطولة لكل فريق في السوبر الأفريقي الأهلي 7 مقابل 4 في كاس العرب 1 أصاد 1 السوبر العربي 1 مقابل لشيء كاس الكؤوس العربية 1 مقابل لشيء لنادي الزمالك دي أهم البطولات أهم البطولات اللي نادي الزمالك كان بيحاول أن هو يفوز بلقب وصيف البطل وهو النادي الأهلي أعتقد الفرق واضح وبالتالي سؤالك إجابته وصلتك أبطال على مين أبطال على حضرتك اللي أنت بتقوله حقيقة مجردة لا تقبل الشك دي لغة أرقام أبطال على مين أبطال عليك بالورقة والألم ودي حاجة ما تزعلش بس إزاي أنت تردد أبطال على مين وتكون بهذا القدر من الثقة هل هي محاولة تغيير الواقع سألت اتقل لي لا إيه مصدر الثقة والتصديق ده اتكلمت مع أحد أسازة علم النفس والاجتماع وتقدروا ترجعوا لأي حد في القصة دي وتسألوا إزاي يكون السلوك الجمعي لمجموعة بيردد شيء يغاير للمنطق والحقيقة ويكون بالقناعة دي ببساطة دي ظاهرة اسمها الإنكار لما بيكون شخصية الإنسان أو نفسيته بتواجه شيء هو مش قادر يستوعبه أو قادر يتعامل معاه كواقع إن الجاب اللي أحمد استعرضه معاك وده موجود إن حجم البطولات والفارق ما بينها ده موجود إن قدرتي على تعويض الفارق دي مستحيلة هنا قدامي حاجة واحدة بس إن أنا أنكر لأن الإنكار ده بيكون ألية دفاعية نفسية بتهرب بيها من الواقع بتاعك وتقدر تكمل وما تحسش باليأس وما تحسش إن أنا بنافس حد مستحيل في يوم أوصله وأنا ما أقدرش أحط نفسي في مقارنة معاه فبتبدأ تنكر بتبدأ تندخل في السلوك الجماعي ده عشان تقدر تواصل هي دي ببساطة إنت متخيل كمان إن بعيدا عن البطولات ممكن حد يجي يقول آه على سبيل البطولات ده حاصل بس في مواجهات مباشرة إحنا كذا بس البطولات بتحسيمها عوامل أخرى طب تعالى نروح لدورة أبطال أفريقيا هل تتخيل إن مواجهاتي معاك تسع مواجهات في دورة أبطال أفريقيا أنا بفوز في ستة وبتعادل في تلاتة معاك وإنت عمرك ما كسبتني بدورة أبطال أفريقيا أنا آخر بطولة إنت خسرتها بعد ما وصلت له نور الأبطال كانت بقضية أفشا أنا عمليا أكتر فريق طوجة في الملعب بطل أمامك إنت متخيل بعد كل ده بتنكر وتسأل نفسك بطل على مين لو أنا مش بطل مقارنة بيك يبقى مين البطل يبقى مسمى البطل إيه على مستوى المواجهات وعلى مستوى البطلات أيوة أنا بطل ببساطة أيوة مهما حاولت تنكر الواقع محدش بيغيره أي حد على مستوى العالم هيفتح أي شيء عن الكرة المصرية هيعرف إن لها بطل وزعيم واحد بس هو النادي الأهلي هو المفرقة إن هو بيغني أبطال على مين بعد حصوله على درع الدوري بعد حصولك على درع الدوري اللي أنت وجهت فيه النادي الأهلي مواجهتين كانت أقصى أمالك إنك تتعادل معه وتحققت في المباراة الدور الثاني بالتعادل واحد واحد وقدرت تعود خسرتك أو تلحق خسرتك أو تأخرك وتسجل هدف التعادل يعني أنت خدت الدوري الحالي وبتغني أبطال على مين وإنت أساسا في مواجهتك المباشرة مع النادي الأهلي ستة لعبين عن اللعب في مباراة 27 نوفمبر 2020 هدفي السلية ومحمد مجد أفشن كان ناقص ستة لعبين وقدر يفوز عليك اتنين واحد في وجود إيه؟ في وجود تقنية الفار حتى في وجود التحكم المصري قدرت أن أنا أفوز عليك اتنين واحد والمباراة التانية أنت تعدلت معي واحد واحد فأنت خدت الدوري العام ده بدون ما تقدر تحقفوز عليها تخيل بقى أن آخر عشر سنين البطولتين الدوري العام اللي حضرتك حققتهم ما قدرتش تفوز علي فيهم ما قدرتش تواجهني مواجهات مباشرة وتحقق فوز على أرض الملعب مواجهات مباشرة يعني حتى دوري 2014 2015 ما قدرتش تفوز علي فيه لا دور أول ولا دور تاني والدور التاني هدفي مؤمن زكريا ربنا يشفي يا رب ما زالوا في الزاكرة ما قدرتش تفوز ده أنت حتى في 2014 2015 ما قدرتش تحقق فوز واحد على فرق المربع الزهبي انت كنت متصدر التاني والتالت والرابع انت مواجهتك البشرة مقدش تحق فوز متخيل لكن انا مليش علاقة بالفرقة الاخرى انا ليه علاقة بالنادي الاهلي لكن النادي الاهلي الخمس مواسم الماضية خد الدوري وخدك في طريقه للدوري فوز ثم فوز ثم فوز الخمس مواسم مواجهات مباشرة لازم هتلاقي للنادي الاهلي فوز هتلاقي للنادي الاهلي خسارة بعد ما كان ضمن بطولة الدوري لكن طول ما كانت بطولة الدوري في الملعب والنادي الأهلي ما ينفعش ياخد بطول الدوري من غير ما يحقق فوز عليك في الخمس مواسم اللي فاتوا فدي رسالة أو فكرة رد على أبطال العالمين لما تفوز على النادي الأهلي وتحقق بطولها على النادي الأهلي يبقى حتى غني وانت عندك ثقة لكن انت أصلا ما قدرتش تفوز عليها وجاية تغني أبطال العالمين مش ديه بس المواجهات المباشرة كان عندنا مواجهات مباشرة أخرى بما أن الغنية دي حديثة العهد فجيبنا يا فارس تقدر تتكلم معنا 29 مواجهة 29 مواجهة ما بين الأهلي والزمالك ليه احنا واغدين من 2004 لأن من 2004 انت بتتكلم قبلها قد يكون عندك من المقاومات النفسية والعملية اللي تخليك ممكن تردد أغنية زي دي وان كانت هي برضو مش هتكون مقبولة ولكن لما حد يسألك المبرر هترده وتقوله والله إزاي الأهلي بقيله أربعة مواسم ما بيحققش الدوري وأنا حققت الدوري تلت مواسم فيهم فأنا شايف أن لا أنا أقدر أقول أن أنا خلاص في عصر مختلف وأنا دلوقت البطل وأنا كذا 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 أو ممكن أقول إيه أو بيخلق لنفسه منطق بين سبيل ماضي إنما لما أنت تبقى من 2004 وتحديدا مع بداية الدور الأول مسم 2004-2005 مباراة 4-2 وإنت مقابلني 29 مباراة 16 فوز للأهلي 10 مباريات تعادل و 3 فوز للزمالك 3 مرات فقط بتفوز علي في 29 مباراة أنا عايزك تسأل كده يعني هات حد اسأله هل ده يليق بمسمى ديربي؟ هل ده فعلا ينطبق عليه مفهوم أن أنت تقدر تقول بطل على مين؟ هل ده فعلا مش تقديرا ليك واحتراما ليك إن إحنا دايما بنقول فكرة الديربي والمنافسة ومباريات القمة لإن إحنا النادي الأهلي عودنا نقول كده طب لما أنت وسط المعطيات دي تيجي تقول أبطال على مين بأي منطق وبأي عقل خلال المواسم دي كلها النادي الأهلي بيتفوق عليك في الملعب كمباريات وبيتفوق عليك كبطلات وانت كالعادة وصيف أو أدنى من الوصيف للدوري المواجهات المباشرة اللي احنا عرضناها دي أو التسع وعشرين مواجهة الأخيرة اللي احنا عرضناهم كان منهم بس مواجهة كان لسه الدوري في الملعب وهي المواجهة اتنين واحد اللي اضطرت فيها أحمد السيد المواجهة التانية اللي فاز فيها الزمالك كان تسع لعبين بالموديل الفني منه الجزيء مريحين وطلعوا يصيفوا عشان لما يلعبوا في كاس مصر ويواجهوا الزمالك في النهاية يقدروا يحققه البطولة المواجهة التالتة كان دوري محصوم للنادي الأهلي وكان أول حكم مصري محمد الحنفي نخسر معه بعد 11 سنة من المواجهات داخل الدوري لو جينا خدنا آخر 29 مواجهة بين النادي الأهلي ومعظم فرق الدوري الموجودين حاليا 17 هتلاقي فيه فرق عملت نتائج أفضل من اللي حققها نادي الزمالك أنا لو جيت اتكلمت بس كده بدون والله تقليل من كلمة الفرق أنا أعتقد مواجهات الاتحاد السكندري هتصب أو هتفوق النقط اللي حالي الاتحاد السكندري على حقوقنا اللي قالي أنا متذكر دور أول ودور تاني واجهنا الداخلية اللي هو حاليا في الدرجة التانية كسبنا الزهاب ياب ففكرة أنت تفوز ثلاث مبارات في 29 مباراة وجاية تغني أبطال عالمين أعتقد دي صعبة جدا لكن تعال نقول لك أبطال عالمين بما أنك فرحان أو الاحتفال كان ببطولة الدوري فتعال نقول لك اللي 42 بطولة الدوري كان مين وصيف النادي الآهلي عشان تعرف أن كان ليك نصيب الأسد النادي الآهلي في 42 دوري نادي الزمالك قدر يفوز بشرف وصافة النادي الآهلي 30 مرة من 42 مرة 30 مرة الوصيف هو نادي الزمالك النادي الإسماعيلي خمس مرات الترسانة ثلاث مرات يمكن الترسانة أول فريق قدر أنه يكون أول وصيف للنادي الآهلي في الموسم الأول غزل المحلة وصيف مرة نادي أمبي وصيف مرة سموحة وصيف مرة مصر المقصة وصيف مرة يعني ده 42 مسبق الدوري نصيب الأسد والحقيقة محدش قادر ينفسك على فكرة وصافة النادي الآهلي 30 بطولة من 42 بطولة النادي الآهلي بطل علي محتاجين أغنية وصيف على مين يعني هما يغنوا وصيف على مين أعتقد وصيف على مين دي هتبقى لايق قوي وأنا للأمانة عايز أقول حاجة لما حد بيتكلم معايا ويقول لي أنت مش متضايق من كتابة فكرة وصيف عن النادي الآهلي عايز أقول لك آه للأمانة بكون متضايق وجدا كمان لأن أكتر حاجة تضايقك نفسيا هي الحاجة اللي معتدتش أنك تشوف نفسك فيها فلا فكرة الوصافة عشان ما نكرش وقع آه مدايقاني ومدايقاني جدا كمان باستخيل الشعور اللي مدايقك ده مرة بعد خمس مواسم وقابلها بعد أنت بتفوز تتوجيات ثمان مواسم وقابلها سبع مواسم وهكذا كل ده أنت بطل ومرة كده يعني نادي الزمالك بيحسسك أو يعرفك معاناته في الوصافة فأه أنا متضايق باستخيل المنافس بتاعك اللي هو بيعاهرك دلوقتي بكلمة الوصيف هو الدايق كان مر كتير زي مدايقش انت كنت بتتكلم عن علم نفس وروح تسألت ناس في علم نفس وأنا موجود صحيح اللي اعتياد على الشيء اللي اعتياد على الشيء بيقلل فكرة أن أنت تكون متضايق منه أنت اعتدت على أنك بطل فكسر اللي اعتياد ده هو اللي يسبب لك أزمة صحيح لكن فريق اعتاد على أنه يكون وصيف تلاتين مرة مستحيل لو جاء وصيف واحد وثلاتين واثنين وثلاتين والله يا صديقي ده مش حقيق السبب اللي احنا كنا بنقوله من شوية في أغنية أبطال علمين هو أنت بتتكلم بالمعايير الطبيعية اللي أنا متفق معاك فكرا فيه بس هو عنده إنكار هو أصلا مش مجتنع بدا هو شاف نفسه بطل علمين لا لا دي بتيجي لحظات بس صدقني لحظات؟ ماشي حمشي مع أسامة عشان نكون وصلنا لتوازن في الموضوع ولكن اللي مستحيل نختلف عليه إنه أكيد النادي الأهلي بطل عليك شئت أم أبيت ولو أنت بتشوف إنه فكرة إنه هو بطل عليك دي بتنتقص منك فصدقني لازم تعتد عليها لإن النادي الأهلي راجع وبقوة وسيظل النادي الأهلي هو الأكثر تحقيقا للبطلات الأفريقية والمحلية وهو اللي يقدر يولي الجميع أبطال علمين نشوفكوا بعد الفصل بعد ما استعرضنا ليه شيكابالة وصل للحالة دي وصل عن طريق أبطال علمين واستعرضنا أبطال علمين جاء الوقت إننا نرد برضو على كلام هو لا يقل من فكرة الكلام الأول أهمية بالنسبة للمنافس ولكنه بالنسبة لنا مش بالقدر دام الأهمية ولكن لازم نرد عليه هي فكرة دوري أبطال أفريقيا ولا الدوري العام إحنا هنا بنحترم كل بطولة وبنحط كل بطولة في إطارها الطبيعي اللي كل متابعين كرة القدم في العالم عارفيني عن إيه تقييم قوة بطولة من بطولة من بطولة ولكن إننا نصل بنا الحال إن يبدأ يتردد فكرة إن الدوري أقوى من دورة أبطال أفريقيا فأنا هنا أتقبل إن ده ممكن يكون النقطة أو الأمر التاني وده اللي أنا متأكد منه إن المستوى الفني اللي ظهر عليه النادي الآلي في بطولة أفريقيا اللي خرقت حضرتك من دور المجموعات فيها أو حالك إن البطولة ضعيفة برغم من الفريق اللي واجه النادي الآلي في الدور قبل النهائي الآلي فاز ذهابا إيابا عليه وهو فاز ذهابا إيابا عليه تقريبا في نفس الموسم أو الفترة الزمنية القريبة جدا لا فيه تطور حصل على أداء فريق الترجي ولا تطور أو تأخر حصل على أداء فريق النادي الآلي فبالتالي أنا أتقبل جدا إن مستوى النادي الآلي أظهر إن فيه فوارق كبيرة جدا فيه ظروف عدالة مناسبة خلاك تقول إن البطولة ضعيفة لكن إنك تقول كمان إن الدوري أقوى من أفريقيا لا هنا لازم نقف ولازم نقف بشدة والكلام للمدير فني بالمناسبة لأن بعض الإعلاميين بيكتبوا حاجات متخيلين إن ممكن بيتسو مستماني المدير الفني للنادي الآلي طالع يرد عليه هو لا هو طالع يرد على الكلام اللي حضرتك تبنيته وقاله مدير فني هو باترس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك نطلع نشوف تعقيبه ونرجع معك ضربت في السعودية وضربت في الكنغو ضربت في أمريكا ضربت في مصر وضربت الفرق في البطولات الأفريقية من وجهة نظرك البطولة الأقوى البطولة الأصعب طبعا الدور المصري الدور المصري أقوى من كل البطولات دي يعني أقوى من البطولة أفريقيا وأقوى من الدور السعودي وأقوى من الدور المغربي الفرق أشعر به طبعا في السعودية مثلا مثلا الزمالك فيز على الهلال ولكن أقصد ذلك أن الفرق الحقيقي في السعودية تجد فردية أو انفراد في الفرق هناك مثلا سبعة لاعبين غير سعوديين في كل فرق ولكن في تلك الفرق لا أجد هذا الترابط الترابط الذي لطالما أطالب به أنا أشعر بالفعل أن الفرق المصرية بصفة عامة مترابطة متكتلة وهذا وأجد أن مثلا في السعودية هناك مهارات فردية ولكن يعني يعني البطولة الأقوى بتعتبرها في تاريخك الدوري المصري هي البطولة الأقوى لن أكلها ذلك مطلقا لما يكون الإعلامي عايز يوجه المدير الفني لقناعات هو مقتنع بيها حصل قبل كده اللقاء مع باترس كارترون هل مسابقة الدوري العام تتميز بالعدالة؟ قال نعم قال له يعني النادي الأهلي لما يروحش يلعب في اسماعيلية وإنت تروح تلعب في اسماعيلية ده عدالة ما طبيعه هيقول لا ليه؟ وبعدين جاي كمان مع باترس كارترون اللي هو المدير الفني اللي هو عارف يلعب الجيم صح عارف يتقال إيه وحد بيماليه كويس إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي هيعجب الناس فبالتالي طبيعي جدا البطولة اللي أنا حصلت عليها أنتوا عايزين تسمعوا أنها أقوى من الدور السعودي هقول لكم أقوى من الدور السعودي وكمان هستشد لكم أن الزمالك فزع الهلال فبالتالي الدور المصري أقوى من الدور السعودي وبالطريقة دي أنا أقول لكم كمان أن الدور المصري أقوى من الدور الأسباني مش الآهلي فزع الريال ودي كانت بطولة والديا وبطولة الزمالي كلها البطولة والديا والأهل فزع الريال يبقى الدوري المصري أقوى من الدوري الأسباني وأي كلام ممكن يتقال بيرسخ لقاعدة مهمة جدا قلناها قبل كده برضو هنا إن البطولة اللي بيحصل عليها المنافس مهما كانت قيمتها هي البطولة الأقوى دايما في الموسم عارف أنا وأنا بسمع الحاجات دي بفتكر بتشيكوا بقول الدوري بخمسة اللي هو كلام واحد يعني عارف المشهد بتاع الدين بيقول إيه هو الجمهور عايز يسمع إيه ماشي خلاص الدوري أقوى كذا أكتر كذا أفضل مفيش أي منطق ولا أي حجة ولا أي كلام حتى وإنت بترد عليه تلاقي عنده منطق بس قبل ما إحنا نرد بقى إنت طبيعي كأعلام بتطلع ترد وتفند وتتكلم في حد هو برضو لو إنت حتلعب في الحتة دي هو هيحسسك بجد إنك لعبت الجم مع الشخص الغلط بيتسو موسيماني الرجل اللي بيجيد الحروب النفسية وأنا آسف يعني اللي بيعمله كارتيرون ده مايجيش حاجة في اللي ممكن بيتسو يعمله تعالوا بقى نشوف منطق بيتسو في الرد على الكوميديا اللي سمعناها نطلع ونشوف بيتسو قال ليه هل الدوري مختلف عن بتطلع أفريقة؟ هل الدوري مختلف عن بتطلع أفريقيا؟ لذا إذا كنت أفضل في أفريقيا عن أسامي الدولي لم تكسبتها لماذا لم تكسبتها؟ أفهم ما أريد أن أقول لي؟ لا أريد أن أوضح أسامي أسامي أندية من تكسبتها في أفريقيا مارتين مكسبنا مارتين حسنا 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 كلام صعب طيب دوري أبطال أفريقيا بطولة أسهل من الدوري طيب ما بتكسبهاش ليه؟ وآخر مرة كسبتها إمتى؟ طيب بما أن المنافس عشان يقول الكلام ده فواضح أن هو ناسي تعالوا نعرض لكم مسرته في البطولة الأضعف فأنت متخيل هو يصنب بأضعف الأضعف في 2003 خرج من دور الستاشر 2004 خرج من دور الـ 32 2005 خرج من النصف النهائي على قدين الأقلي وتصرف له مكافئات 2006 ما شاركش 2007 من دور الـ 32 الأدور التمادية 2008 خرج من دور المجموعات في البطولة اللي أنت خدتها 2009 ما شاركش 2010 ما شاركش 2011 دور الـ 32 2012 من دور المجموعات الأقلي خدوا البطولة 2013 دور المجموعات الأقلي خدوا البطولة 2014 دور المجموعات 2015 ما شاركش 2016 خرج إنها على إيد سانداونز ومسماني 2017 خرج من دور المجموعات 2018 لم يشارك 2019 لم يشارك 20 خسر النهائي على إيد الأهلي بقضية أفشة 21 الترجي والملدية أخرجوا نادي الزمالك أنت متخيل أنت كأنك بتقول للنادي الأهلي على فكرة أنت طلعت الأول على المدرسة عشان الامتحانات كانت سهلة بس حضرتك في الامتحانات السهلة دي كنت الأخير على المدرسة يعني أنت اللي أنت بتقوله لو أنت فكرت فيه هتعرف أنه بيسيش الأهلي أبدا النادي الأهلي بطل تاريخ الدوري وبطل تاريخ الأفريق تعرف أنه بيسيء لحد بس هو أنت أنت بتسيء لنفسك والجمورك وزي مسماني ما قالك مش البطولة الأضعف مابتعرفش تكسبها tutaj بص، فكرة ما كسب البطولة الأضعف من الأقوة انت وارج جدا تكسب بطولة قوية وتيجي تلعب في بطولة زي مسابقات الكاس مثلا الفرق الكبيرة كلها بتبقى أهميتها لو مسابقة الكاس مش بنفسها أهمية البطولات الكبرى وإحنا أنه متفقين أن البطولة القرية هي طبيعي جدا تكون هي اللي في الصدارة وهي الأقوى لأنك بتلاعب أبطال دوريات أخرى معاك في نفس القرى والبطولة اللي بتأتي الثانية في الأهمية تبقى بطولة الدوري المحلي احنا مصنفين وتقريبا كل اللي متابع قرة بشكل جيد وعنده فهم ولوه بسيط من الكرة القدم هيبقى عارف التصنيف ده وان البطولات القرية بتأتي بعدها بطولة الدوري المحلي لكن لما استعرضنا نتائج الزمالك او المنافس فيه دوري ابطال افريقيا بعد محاق البطولة 2002 لاحظنا ان ست مرات برضو لم يشارك ليه لم يشارك لان ما كانش قادر ياخد وصافة النادي الالف الدوري مر يطلع ثالث يطلع رابع سادس مرتين فيه دوريين من 2009 ودوري 2006 فبالتالي ما كانش بيقدر يشارك مواجهته مع النادي الاهلي كانت بتطيح بيه خارج البطولة الاهم من كل ده في الوقت اللي النادي الاهلي بيحقق فيه البطولة كان فريق نادي الزمالك بيحصل على اربع مرات مركز اخير في مجموعته اربع مرات تلاتة كان منفرد ومرة كان مشترك مع فريق اخر لكن نروح لبطولة الدوري بما ان بطولة الدوري هي دخلة في مقارنة مع بطولة دوري ابطال افريقيا نشوف بقى البطولة الاقوى يمكن نادي الزمالك محقق في البطولة الاقوى نتائج افضل هتلاقيه 2003 بطل الدوري و2004 بطل الدوري حصلت انفراجة وتعاقدات وصفقات واستفاقة مهمة للنادي الاهلي فاخد مركز سادس 2005 مركز تاني 2006 مركز تاني 2007 مركز تالت 2008 رجع اخد مركز سادس مرة اخرى 2009 مركز تاني 2010 مركز تاني مركز تالت 2015 بطل 2016 مركز تاني مركز تالت مركز رابع مركز تاني مركز تاني مركز أولى 2011 المركز الثاني سبع مرات بيحققهم نادي الزمالك عشان برضو بيكون في صراع مع باقي أندية الدوري في فكرة إن هو يكون وصيف النادي الآلي أعتقد دي رد على أفطال العالمين ورد على الدوري أقوى والأفريقية أقوى وده كان رد عملي من موسيماني ومننا بالأرقام ولكن هنسمعك بقى اللي جاي اللي انت هتستغرب فيه وانت بتشوف بعد الفاصل مين بنفسه كانت شايفة إن أفريقيا أقوى شوفكوا بعد الفاصل أهلا بيكم مرة أخرى والأهلي خط أحمر وأعتقد ردينا على كل شيء أبطال العالمين على تجاوزات على إساءات على كوميديا فكرة أي بطولة هي الأقوى ولكننا مستمرين في كوميديا أي بطولة هي الأقوى وقلنا لكم القادة المتابعة وهي إن البطولة اللي بيحققها المنافس أيا كانت هي إيه بطولة فهي البطولة الأهم في العالم حتى لو بطولة من مباراة واحدة مش مسديني؟ طب تعالوا نشوف مش عايز حاجة خلاص مش عايز حاجة يبقى استمتعوا بقى في الدوري إلعبوا في الدوري زي ما إنتوا عايزين دلوقتي بقى الأهلي عايز يأجل المطش مش عايز يأجلوا مش فارقة معنا خلاص استمتعوا بقى يا باش إحنا خدنا خلاص خدنا البطولات خلاص وخدنا اللي إحنا عايزينه خدنا اللي إحنا عايزينه إحنا أسياد أفريقيا وأسياد مصر عايزين إيه؟ عايزين ايه ده احنا اخر خمس سنين جايبين عشر بطولات والاهل تمانية التمانية كلهم محليين انا بالنسبة لي الموضوع اتعشيت خلاص انا اتعشيت يا جماعة خلاص مش عايز حاجة مش عايز بطولات خلاص انا عامل ايه انا بقيت السنة كده بقى قعد ايه استمتع في القناة والنوقت بقى نحلل ونتكلم البطولة الاقوى بطولة الدوري كانت بطولة بعد العشاء بناخدك النوقت بقى نحلل وخلاص خدنا كل اللي احنا عايزينه ايه اللي انت عايزه بطولة سوبر محلي وبطولة سوبر افريقي ان لو النادي الاهلي طلع بموسم في بطولة سوبر محلي وبطولة سوبر افريقي الدنيا تتقلب الدنيا تتقلب حرفيا الناس بتتعشى ببطولتين من مباراتين وبيقولوا ان الدوري خلاص بقى نقعد نحلل براحتنا احنا خدنا كل اللي عايزين وخلاص اتعشت ده كواس قوي ان احنا النادي الاهلي تقريبا ما بنتعشاش طول العمر دايما دايما بيتين بعد كل بطولة من غير عشاء لكن هو قال أن آخر خمس مواسم كان فيه تفوق لنادي الزمالك في البطولات حتى دي مش حقيقي نستعرض الصورة بتاعة المواسم هو طبعا بدأ من موسم 2014-2015 حتى هذه اللحظة طبعا كان بعد السوبر كان فات الدوري ما كانش اتحسم لدولة ولا اللي قابله كانت البطولات حاليا إيه بقى النادي الآهلي دورة أبطال أفريقيا وبطولتين لا شيء للزمالك الكنفدرالية بطولة أصاد بطولة خدها الزمالك سوبر أفريقي بطولة أصاد بطولة والنادي الآهلي يعني عنده بطولة سوبر إن شاء الله يحقيها في شهر تسعة دوري عام الآهلي خمس مواسم الزمالك مسمين كاس مصري البطولة اللي بيتفوق فيها دايما النادي الزمالك لا أسباب متعلقة بفكرة الفريق البطل في الدول بيكون أهمته أقل بالكاس السوبر المصري الآهلي ثلاثة الزمالك اتنين منهم واحد آهل خلاص مش هدين حاجة تاني كأس العالم للأندية النادي الآهلي بيحق برمزية ونادي الزمالك لم يصل أو يعرف معنا بطولة كأس العالم للأندية لأن لما تيجي تتكلم عن كأس العالم للأندية هتقولي ناد الآهلي فقط لديه طيب لما نتكلم عن السوبر الإفريقي اللي هو مش البطولة الأقوى في أفريقيا حتى عدد نقاطها في تصنيف أندية القرن قلب كتير جدا من تتويج بدورة أبطال أفريقيا أو كونفدرالية تعالوا نشوف لما قارن البطولة دي اللي هي تعتبر البطولة الإفريقية الأضعف ببطولة زي الدوري المصري كان بيقول عليها خلت الغندور ونطلع نشوف الفيديو وقفتي هنا قبل كده قلت لكم إيه يا زمالكوية يا زمالكوية استمتعوا في الدوري لعبوا في الدوري اكسبوا بس ركزوا على أفريقيا ركزوا على البطولات على فكرة البطولة النهاردة دي مثلا بتجيب أربعة مليون جنيه للزمالك عارفين بطولة الدوري دي كلها بتجيب مليون جنيه بطولة السوبر عشان هتقام في الإمارات جايبة اثنين مليون جنيه لكن البطولة دي بطولة السوبر أفريقي جايبة أربعة مليون جنيه يعني قد مكافئة الدوري أربع مرات مش معنى كده أن الدوري مش مهم لا الدوري مهم السوبر الأفريقي أقوى من الدوري بكتير عشان بيجيب أربعة مليون جنيه ما أنت معلش أنا آسف ما كسبتش أفريقيا وما روحتش كسل عامل عندها فيعيني ما تعرفش المبالغ اللي بتدخل من وراهم عشان ساعتها كان مستحيل تقول أن الدوري أقوى أو مسابقة تقدر تصنفها أن هي بنفس العوائد ونفس القوة أنت لما بتكسب الدوري بيبقى حلمك تروح أفريقيا عشان خاطر مش تروح كسل عمدية عشان خاطر تقابل النادي الألي في النهائي وتخسر بالقضية لو حسبتها بطولتك في أفريقيا هي خمسين في الماء من بطولات النادي الألي خمسة لعشرة ولكن في الدوري تلاتين في الماء تلاتاشر لتنين واربعين فمش من مصلحتك خالص أنك تشوف الدوري أقوى ولكن إحنا قابلين ولا أفريقيا أقوى عشان كده بقول إحنا قابلين في أفريقيا السيادة الأهلي في الدوري السيادة الأهلي وحيظل النادي الأهلي خط أحمر ببطولاته وبتاريخه وبأنه بطل على الجميع شوفكم في خلقات جديدة